يا صباح الخيرات على كل حضراتكم السيدات والسادة مشاهدي قناة الاهلي في كل مكان في العالم واهلا بكم جميعا وبداية حلقة جديدة من عشر الصبح في الاهلي للأسف الشديد النهاردة زمنتي العزيزة نهواندة عندها يعني شوية ظروف كده منعيتها انها تكون موجودة معنا في حلقة النهاردة بكرة بإذن الرحمن انعيشنا وكان لنا عمر تكون موجودة وتنور الحلقة كما تعودنا النهاردة ان شاء الله حلقتها تكون مليانة بتفاصيل كتير قوي اكيد بطبيعة الحال جزء جيد منها هيكون متعلق بمباراة الغد وطبعا في الجزء الاخير من حلقة النهاردة جزئية الفقرات والحوارات هيكون معنا من خلالها مجموعة عن الضيوف المميزين هيكون معنا الوسيد محمد صادق وهو مدير مؤسسة الأرشيف العربي وهنتكلم معاه بطبيعة الحالة عن مواجهات سابقة مع فريق الباير من يونيك والمواجهات السابقة مع الفرق الاوروبية بشكل عام هتكون معنا كمان نضيفة في تاني فقراتنا وهي ملكة جمال وبطلة كراتي رد وعرفة هتنورنا النهاردة واخيرا وليس اخيرا اكيد هنتكلم بقى بكل التفاصيل فيما يتعلق بمباراة الغد مع الزميل العزيز خالد الاتريبي هو رئيس القسم الرياضي بجريدة الشروق واللي دايما الحقيقة ليه نظرة تقبة وليه دايما وجهات نظر مختلف يطل من خلال شباك مختلف تماما على الامور يعني رؤيته للمباريات توقعاته طبعا الى جانب تفاصيل كتير جدا طبعا لا صوت يعلو فوق صوت مباراة الاهلي وباير ميونيخ الاهلي العظيم في الحدث الكبير هي ساعات قليلة جدا بتفسلنا ان شاء الله عن مباراة الاهلي وباير ميونيخ في مباراة اقل وصف لها ان هي ان شاء الله ستكون مباراة تاريخية في نصف نهائي مونديال الانديم اشتركوا في القناة يعني ايه يعني النازلين مثلا ومش حطين عينينا على الفوز في بعض الاحيان وعلى فكرة الكلام ده ممكن يصدق من بعض الاهلوية نفسها ممكن تلاقوا فيه ايه وجهة نظر فيها شيء من الانهزامية لكن الحاجة الاكيدة ان احنا بنتكلم على فريق قوي نتكلم على النادي الاهلي فريق قوي فريق وصل لله هو وصله ما كانش هيوصل لله هو وصله غير بطبيعة الحال لو كان فريق زي النادي الاهلي باختصار عشان ما عودش اتكلم كتير وخصوصا ان كلها تفاصيل كل الزملاء في كل القنوات وكل البرامج الرياضية المختلفة يعني قتل وادا الموضوع بحثا زي ما بيقولوا طيب تعالوا بقى قبل ما ندخل في التفاصيل نعمل زي اللي بنعمل يعني معاك حضرتكم كل يوم في بداية كل حلقة من حلقات البرنامج نتطمن على حالة التقص ونشوف مع بعض توقعات درجات الحرارة ونرجع نكمل كلامنا اشتركوا في القناة 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 الاثنين وتلاتين لبطولة كأس مصر سحبت أمس السبت دور الاثنين وتلاتين لمسابقة كأس مصر عشرين 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 واحد وعشرين والتي أصفرت عن مواجهة الأهلي مع فريق النصر كمان استضم الزمالك مع فريق حرص الحدود ولن يواجه الأهلي زمالك إلا في حالة واحدة فقط هي حالة التأهل الناديين للمباراة النهائية من المسابقة وأصفرت القرعة عن احتمالية إقامة مواجهة نارية مبكرة بين الأهلي وبرميدز في ربع النهائي دور التمانية كمان حال نجح الفريقين في تجاوز دور الاثنين وتلاتين ودور الستاشر من المسابقة من المقرر أن يواجه الأهلي نظيره النصر يوم الجمعة 19 فبراير الجاري على ملعب استاد القاهرة أخيرا عايزين نفكر مشاهدين بمباريات اليوم أبرز مباريات اليوم في الدوري المصري ودي دجلة وغزة المحلة في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا كمان الزمالك والاتحاد السكندري في تمام الساعة السبعة والنصف مساء أما بالنسبة لمباريات الدوري الإنجليزي فتوتنام وهوتسبر ووست برومتش في تمام الساعة الثانية ظهراً كمان وولفر هامتون وليستر سيتي في تمام الساعة الرابعة مساءً كمان ليفر بول ومانشستر سيتي في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً وأخيراً شيففلد يونيتد وتشيلسي في تمام الساعة التساعة وربع مساءً دي كانت جولة من داخل مقر جريد اليوم السابع وطبعاً اللي كانت كلها أخبار مهمة جداً وعنوين الصحف العالمية عن مباراة غد إن شاء الله اللي إن شاء الله الأهلي يرفع فيها رأسنا بإذن الله اللهم أمين إن شاء الله خير بنشكرك شكراً جزيلاً زميرتنا العزيزة مريم سميح وزي ما حضراتكم تابعته كده طبعاً كل الصحافة ومنشتات الصحف العالمية لم تخلوا بطبيعة الحال من عنوين متعلقة بمباراة الغد بين الأهلي وبين بايم ميونيك طبعاً ماتش مهم جداً ومواجهة نارية جديدة سيسجلها تاريخ النادي الأهلي أنا واحد بالناس الحقيقة يعني عندي إحساس كده والله وأعلم إن إن شاء الله بكرة كلنا حنتفاجئ بإن النادي الأهلي بيلعب بأداء استثنائي يعني يلعب من خلاله قدام بطل أوروبا طبعاً دعوات ملايين المصريين المفروض من الأهلوية وغير الأهلوية أنا يا حضراتها عن نفسي بنتمي لجيل على أيام يعني كان لما يكون فيه فريق مصري بيلعب في بطولة دولية بطولة عالمية كلنا بندعيل وكلنا بنشجعه أياً كانت انتماءاتنا الفردية عاملة إزاي إحنا في الآخر بنفرح بإن مصر بتشارك بقوة في حدث عالمي فريق مصري بغض النظر اسم الفريق إيه إحنا كنا دايماً زمان نشجع فرقتنا المصرية أياً كانت إيه هي وأياً كانت البطولة اللي بتتلعب فيها أو اللي هتلعب فيها وأياً كان حتى المنافس هو مين فأتوقع أن الكلام ده ينطبق على حالتنا بكرة بإذن الرحمن وملايين الدعوات من ملايين المصريين سواء اللي جوا مصر أو اللي بره مصر شكراً لزميرتنا العزيزة مريم سميح لجعت لنا سالة مرة تانية هنروح على مقر النادي الأهلي في الجزيرة وزميرتنا العزيزة سالة حامد سالة تفضلية يا صباح الكل أكريم وطبعاً بصبح على كل مشاهدي ومتابعي وجمهور النادي الأهلي في كل مكان يوم جديد وحلقة جديدة في بداية الإسبوع من عشر الصبح في الأهلي يعني أنا دلوقتي معاك من مقر النادي الأهلي بالجزيرة عشان لكم كل الأخبار والأمور اللي متعلقة بالنشاط الرياضي أو الفرق الأخرى وكالعادة خلييني أبتدي زي ما بحب دايماً بفريق الأول لكرة السلة سيدات بكات الكابتن علي هاشم سيدات السلة النهاردة إن شاء الله هيتمرنوا الساعة 7 مساء على صالة الشهداء بمقر النادي استعداداً لمباراة غد أمام نادي هليابلس بكرة المباراة هتكون الساعة 6 على نفس الصالة اللي بتمرن عليها الفريق صالة الشهداء الساعة 6 وهيكون في إطار منافسات بطولة دوري السوبر للسيدات ده بالنسبة لي سيدات السلة بالنسبة لرجال السلة النهاردة إن شاء الله هيوصلوا بشكل طبيعي تدريباتهم الساعة 2 الدهر على صالة الأمير عبدالله الفصل بمقر النادي وده هيكون في إطار استعدادات الفريق لعودة المباراة مرة أخرى بعد التوقف المباراة هتعود يوم 2 مارس وأول مباراة هتكون لنادي الأهلي يوم 2 مارس أيضاً أمام نادي الجزيرة الساعة 6 أيضاً على نفس الصالة صالة الأمير عبدالله الفصل بمقر النادي والمباراة يعني يا كريم في بطولة الدوري هتتوقف نظراً لإستعدادات منتخب مصر لكرة السلة للمشاركة في المرحلة التانية من تصفيات لبطولة أفريقيا التي تقام إن شاء الله في تونس من يوم 17 حتى يوم 21 من شهر فبراير الجاري خلاص المنتخب دخل في معسكر مغلق في مدينة الأسكندرية ولكن يعني الجهاز الطبي بمنتخب مصر لكرة السلة أكد إن الثنائي النادي الأهلي إيهاب أمين وعمر الجندي بيشتكوا من إصابة وجود إصابة إيهاب أمين اشتكى من إجهاد في السمانة وعمر الجندي اشتكى من رشح في الرجبة وده يعني فيه احتمالية إن هم مش هيكونوا متواجدين مع المنتخب في المعسكر اللي هيقام إن شاء الله في تونس يعني قبل سفر المنتخب لتونس اللاعبان هيخضعوا لفحص طبي جديد عشان يتحدد بشكل نهائي خلاص يعني موقفهم النهائي إن هم هيكونوا متواجدين مع الفريق إن شاء الله مع المنتخب عفوا في تونس أو عدم تواجدهم مع المنتخب في الاستعدادات لمشاركة في تصفيات لبطولة أفراكيا ده بالنسبة لكرة السلة في النادي الأهلي خليني أتكلم شوية عن الكرة الطايرة وفتيات الذهب أو سيدات الطايرة بقاطة الكتن حمدي الصافي النهاردة إن شاء الله هيتمرون ساعة خمسة ونص على صالة الشهداء استعداداً لمباراة واللي هتكون أمام نادي الجزيرة مباراة هتكون بكرة إن شاء الله ساعة ستة على صالة أمير عبدالله الفصل بمقر النادي وده هيكون في إطار منافسات بطولة دوري الممتاز لكرة الطايرة أما بالنسبة لرجال الطايرة النهاردة إن شاء الله هيتمرونه من الساعة سبعة حتى الساعة عشرة ويعني رجال الطايرة هيتستعدوا بشكل قوي جداً لفترة المقبلة ولا تشهد مباريات في بطولة الدوري بعدما خلاص يعني الاتحاد المصري لكرة الطايرة استقر خلاص على جدول المباريات أول مباراة إن شاء الله هتكون للنادي الأهلي يوم الجمعة أمام نادي سموحة مباراة قوية مباراة مهمة هتجمع ما بين الفريقين في الأدوار النهائية من بطولة الدوري العام لكرة الطايرة المباراة هتكون يوم الجمعة الساعة ستة على صالة الأمير عبدالله الفصل بمقر النادي ويعني خلاص الفريق بيستعد بشكل قوي جداً الأيام المقبلة النهاردة إن شاء الله هيتمرن بشكل طبيعي جداً والسيدات اليد أمس أيضاً يحققوا الفوز على نادي الطيران بنتيجة 37-22 وده كان في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز لكرة اليد أما بالنسبة لرجال اليد وبعد انتهاء كاس العالم وعودة الدوري مرة أخرى فازوا في أول مباراة لهم على نادي الطيران بنتيجة 33-22 ده كان فيه بطولة الدوري ويعني خلاص هيواسطوا برضو تدريباتهم بشكل طبيعي استعداداً للمباراة المقبلة واللي هتكون أمام نادي هليوبلس يوم 11 مارس الساعة 6 على صالة استاد الكاهرة الدولي يعني دي يا كريم كانت أهم وأبرز الأمور والأخبار المتعلقة بالنشاط الرياضي أو الأخبار الفرق الأخرى طبعاً أنا معاك لو فيه أي سؤال والآن نعود مرة أخرى للستوديو نشكرك شكراً جزيلاً زمالتنا العزيزة سالة حامد المتواجدة في مقر النادي الأهلي في الجزيرة طيب بالنسبة للسيدات اللي بيتابعوا معنا حلقات النهاردة الفيديو اللي جاي ده يخص حضراتكم هنتعلم من خلاله مجموعة من التمارين الجديدة مع الكابتن سيمو محمود وهي مدير جيم السيدات في النادي الأهلي في الجزيرة بعدي فاصل وبمجرد العودة من الفاصل نبتدي مع حضراتكم فقراتنا الحوارية تفضل صباح الخير يا كريم صباح الخير يا نهوان صباح الخير على كل أعضاء النادي الأهلي ومشجعي ومحب النادي الأهلي النهاردة هنعمل صفت إيروبيكس تمرينيات سهلة نقدر نمارسها في البيت ويعني هنبدأ مع بعضه على طول هو يبقى بداية من الورماب وندخل في الإكسرسايز على طول يلا هنبدأ ماش 1 2 3 4 5 6 7 هنعمل مارس 2 3 4 5 6 7 8 وحبتنا مارسة 1 2 3 4 5 6 6 7 8 هنبدأ أحرك إيدي 1 2 3 4 5 6 نفس معينا 1 8 6 1 2 1 3 4 5 6 6 6 7 7 7 8 1 1 2 3 4 5 6 7 8 7 8 8 8 8 9 9 9 11 11 12 12 12 14 14 14 15 6 7 up 5 1 2 3 4 شكل إدي معي 7 8 and up 1 2 3 4 5 6 7 8 لو قدام 1 2 3 4 5 6 7 8 هبدأ تاني أرجع على القوات هذي القوات إيدي قدام وهعمل پانش 1 2 3 4 نفس 5 6 7 8 9 أصر على القوات 1 2 3 4 5 6 7 زي ما احنا في السكوات وهروح side launch down squat 2 3 3 4 5 5 6 نفس 5 6 نفس اضبط اضبط نفسي تانية اشانا اقدر اكمل 1 2 3 4 5 6 7 10 تمرين مهمة اول الكولف up 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 10 10 11 11 12 12 13 14 15 15 20 20 20 21 20 20 21 22 21 22 21 اكسز زاوية بتاتي جنب الثاني نتاح اب جنب الثاني ايضا يفوق نفس جنب الثاني يلو نفس عميق اجين وبكده يقدمنا مجموعة صغيرة من التمرينات سهلة وبسيطة ونقدر نعملها في البيت ونحن عاديين وربنا يحفظنا دايما من الكورونا وان شاء الله الفترة دي تعدي على خير احدى اهم البطلات المصريات في لعبة الكاراتي وهي ايضا ملكة جمال الاناقة لعام 2020 هي رضو عرفة لعبة منتخب مصر للكاراتي مارست الكاراتي في الرابعة من عمرها حبا في والدتها التي كانت لعبة كاراتي ايضا وشاركت في العديد من البطولات المحلية والدولية تعرضت رضو عرفة الى صدمة قوية حين تم ايقافها من منظمة المنشطات اربع سنوات لاجابية عينتها بسبب تناولها احد الاطعمة المجمدة والتي تحتوي على مادة محظورة دون علمها وعادت لتدريباتها ولعبتها بعد انتهاء مدة الايقاف في سبتمبر 2019 وبدأت تستعد بقوة للمسابقات والمنافسات القادمة رضو عرفة لديها العديد من التحديات في الفترة القادمة محليا وقريا ودولية وتأمل في الوصول بلعبتها للعالمية وتعويض سنوات الايقاف بحصد العديد من البطولات يا اهلا بكل حضراتكم من جديد طبعا اتعرفنا من خلال هذا التقرير وتأكدنا ان ضفتنا صاحبة اول فقرة من فقراتنا الحوارية في حلقة النهاردة رضو عرفة بتجمع ما بين الجمال والاناقة والقوة احنا منتكلم على بطلة رياضية ومش في اي رياضة منتكلم على الكاراتي ومش اي يعني لعبة الكاراتي والسلام دي احدى ابرز لعبات منتخب مصر في الكاراتي ده كله الى جانب حصول على لقب ملكة جمال الاناقة لعام 2020 رضو صباح الكل عليك اهلا بيك اهلا بارك ايه الحمد لله يتمام كله تمام نبتدي من فين من الاناقة ولا من القوة والكاراتي تحب نبتدي من انهية زاوية يعني اي حاجة مش اذا هقولك على حاجة لطيفة ابتدي عند الجملة كده استوقفتني في التقرير فترة الايقاف اللي انت تعرضت لها وخصوصاً هي كانت فترة طويلة أو بطبيعة الحال أكيد عطرت الكثير في المشوار فكرة إن الواحد يتناول طعام بتأكل أكل مش عارفة أبعاده مش عارفة مكوناته ينتج عنه إن التحليل بتاعك يكون إيجابي في تحليل تعاطي المنشطات وينتج عنده كمان إيقاف أربع سنوات إيه ملبسات اللي حصل معاك ده أنا كنت في 2015 كنت سنوية عامة وفي نفس الوقت لسه تمت 18 سنة يعني لما تمت 18 سنة بتبقى أول مرة تلعب كبار لوه السنور آآ فكنت باكل كتير من برة لأن أنا كنت باخد دروس وبعد كده أطلع على المعسكر وبعد كده أطلع آآ اخد دروس تاني وكده فكنت أكتر الوقت باكل من من برة لبيت يعني وكنتش باكل في البيت كتير آآ بس طبعا ما كنتش آآ يعني كتير يعني باكل كتير من برة وناس كتير كانت بتاكل من برة ما كنتش يعرف إنه ممكن تكون اللحمة المجمدة فيها نشطات أو فيها مية شابهة هي كانت وجبة لحمة آآ كان ساندوتش هي هي يعني اللحمة المجمدة آآ فيها اللي هي البرازيلي فيها مادة اسمها ريكتوبامين هي المادة دي اللي تلعط في العينة بتاعتي والمادة دي مش هي بس يعني مش هي المادة نفسها اللي في القانون المشطات هي لما بينزل القانون المشطات بينزل الحاجات المنشطات كلها وما شابهة هي المادة دي بتعمل نفس الحاجات اللي بتعملها المادة اللي مكتوبة طبع انتوا اللي ما بيكونوا بتلعبوا وتبعين الاتحاد وبطلات ومنتخب مصر وما إلى ذلك ما بيكونش من ضمن توجيهات الفريق الطبي مثلا معاكم في المنتخب إن نخلي بالكم يا جماعة إن في أكلات معينة بيكون من ضمن المواد الحافظة اللي فيها مثلا مادة كذا انا انا اول حالة بتطلع في مصر يعني انت ساندويتش واحد وقفك اربعة سنين انا اول حالة في مصر وفي العالم يعني هو حتى يعني بعد كده اللجنة النشطات يعني اثبتت ان انا فعلا ما بيخدش نشطات وانا ده حاجة كانت غصبة عني وبعد كده بقى اي حد هيتطلع مثلا عنده في الانديات مش هياخد اربعة سنين هياخد تمن شغول ما هو غصب عنه بس هو كانوا اكتر قصوة في حالة كده اه يعني انا انا قصب بعدية ظاهر حالة تانية محمد محسن لعب اه بولي في المنتخب خد اربعة سنين بالمثل زي بعد كده قدم الورق بقى واسبت دابل الورق وكل حاجة خد ثمان شهور رجع ثمان شهور ممكن تلاقي جنباز ممكن تلاقي بانية ممكن تلاقي ايه تنس يعني في شوية حاجات كده ثبتة شوية عن الكاراتي لبنت فده كان قرار راك انت ولا كانت رؤية الوالد والوالدة اه انا مامتي كانت طوية صغيرة بتلعب كاراتي كان بتحبvar الكاراتي وكانا عندي اختين اكبر مني فهم كانوا اه يعني اولما بدأوا هم يلعبوا كاراتي كانوا مااد exceptionي الكبيرة وحبيت قوي ان انا العب يعني انا بحب جدا انا العب حتى ما بلعبش كات انا بلعب كويت ايه اللي هو الفايت انا بحب اه انا بحب اه ختال على طول اه فاول ما روحت معاها ولقيتها بتلعب كده قررت ان انا لعب بكراتين وانا لسه صغيرة اوي كنت اربعة سنين بس من ساعيتها بقى اول ان بلعب يعني وحبيت اللعبة جدا اه هي ممتي كمان عشان فاهمة فيها فساعدتني اكتر انا اوصل بسرعة لأ وبعدين ما كانش مستوى بقيت واحدة من لعبات منتخب مصر في الكاراتين فبرضو اكيد رياضة مختلفة ومش سهلة وخصوصا ان انت بتلعب في الشق القتالي اللي فيها مخاطر الكوميتي ايه تحديدا بس هو الكوميتي هو احنا الكاراتين غير يعني في رياضات عنيفة بس هي عنيفة شوية يعني بتعور وكده الكوميتي فيه قانون اه يعني مش مش بي يعني مثلا عندنا الرجل او اليد او كده بتبقى لها مسافات معينة طاطش كده مش مش عنيفة اوي بس يعني بس اكيد لا يأخلوا القمر برضو بالضربة طائشة كده او ممكن في التامرين بقى اكتر الوقت بيبقى في التامرين مثلا ضربة جامدة بتعور اكتر الحاجة بتتعور هو البق حتى لو لا بس الرمض الدربة على طول بتجي في البق الاصابات بقى اللي هي الصعبة اللي هي زي الصليب والحاجات دي هي صعبة يعني مش بتجيلنا اكتير في الكاراتي عم متلا بس اي اه بالصدفة كده لو حد رفع رجل ولا هل حان رفع رجلك عالية اه طبع لو حد رفع رجل ونطارها جامد او وقع عليها بعد ما نزل نزل وقع عليها ممكن يجيله صليبي ممكن يجيله ممكن يجيله اللوي في المشت الرجل يعني اصابات مش مش جامدة قوي يعني بس الاصابات الجامدة بتيجي بالصدفة مرة مرة الواحد بس في التامرين بس ربنا هيبعد عنك كل شر وكل اصابات طب قليلي ابرز البطولات اللي شاركت تيها والمقابلة لعمرك ما تنسيها المطش اللي فعلا ما يتنسيش في مشوارك اه انا الحمد لله بطلة قاهرة وجمهورية من او انا عندي عشر حد اه طبع تشو سنة اه دخلت في وقتنا في الفين وحداشر دخلت اه منتصفيات منتخب وناشئين وجبت اول ودخلت بقى لعبت ايطاليا ايطاليا وجبت تالت فيها دي كانت اول بطولة دولية ليا هي بعد كده سكوتلندا اول بعد كده كس العالم في الينان جبت اول كل ده ناشئين واستنبول المفتوحة جبت اول وشاركت في بطولة العالم بس ماليزيا بس مع ربنا ما وفقنيش بعد كده 2012 جبت كاس عالم تاني اول هي و2013 جبت خمس عالم في اسبانيا جبت اول بحر متوسط و2014 جبت اول دورة لعبة افريقية في بوتوانا شباب واول تشيك فاردي وجماعي و21 جبت خلصت المركز الاول في تلتين البطولات المتوفرة في عالم الكراتين 2015 كل ده كنت اول تصفيات منتخب طبعا يعني لازم اجيب اول تصفيات وكل التصفيات اللي كنت صافيها جوا لازم اول قبل كل بطولة لازم نصافي قبلها فطبعا كل البطولة دي لازم قبل مسافير اكسب في التصفيات اللي قبلها 2015 جبت اول تلت ضوية لعبة افريقية ليها كثيرة تلت فاردي تلت جماعي وكانت وبطولة عربية جبت فيها اول لأ بعدين من من مسميات البطولات اللي انت خدت فيها مركز اول او او غير المركز الاول واضح ان انت لعبتي قدام كل المدارس المختلفة في الكراتين يعني لعبتي من كل يعني تقريبا لعبتي جنسيات العالم اول لعبتي اه لعبتي كل جنسيات مين اكتر يعني جنسية متميزة. يعني غير الحالات الفردية الاستثنائية. بشكل عام. في ميزانيا انا اوكرانيا. في بنت اوكرانيا يبتلعب دلوقتي باسم ازربجان بس هي كويسة جيدة. اوكي. واحنا وحنا كمصر بقى. لا احنا كمصر برضو كويسين جدا جدا في القراتين. 2011 احنا وغدين ترتيب اول عام. اه في الناشئين والشابب الواحد وعشرين. و2013 برضو وغدين ترتيب اول العام. و2015. ايه. و2017 غريبا احنا مصر كويسة جدا في قراتين. ودلوقتي عندنا طبعا طبعا جيانا فاروق بتلعب في النادي الاهلي. اه هي يعني اكتر ناس من اكتر بنت في مصر وفي العرب وفي افريقيا. هي اول بنت عربية افريقية تتأهل الالومبيكس. هي تأهلت على طول. يعني هي من الرنك بتاعها هي مؤهلة دلوقتي يعني ان شاء الله ان شاء الله كمان تشرفنا ونجيب اول في والله انتي بتقولي ده كله حاجة حاجة تفرح والله وتشرف فكرة ان احنا نشوف نمازج مضيئة للفتاة المصرية الشابة نكحة وبطلة عالمية طبعا دي حاجة تفرح كل المصريين اكيد. طيب من عالم الكاراتين الى عالم الاناقة ومسابقات الجمال والرانوي والحاجات اللي ازاي كده. ايه ايه النقلة دي حصلت ازاي ايه ملبست حصولة على اللقب ده. هي المشكلة. النقلة دي حصلت في الاربع سنين انا توقفت فيهم. يعني انا قبل الاربع سنين كنت مركزة قوي في الدراسة وكنت لسه صغيرة برضو كنت مركزة قوي في دراسة وتاملهم بس. بعد كده لما توقفت بتديت بقى انا مهندس كومبيوتر. فبتديت بقى ابص الدراسة اكتر مع عنديش مش موقوفة ممنوع انعب اي اي رياضة تانية. لا ودراستك تبساهل مش سهلة مع اللين تفيدة كله. هي بقى الاربع سنين انا توقفتهم كانوا الاربع سنين بتوع الدراسة. ربنا يعني كان بيعمل لي الخير طبعا ده اكيد. ففي الفترة دي بقى ابتديت تتغير شوية في رياضة اكبر. يعني ابتدي اركز اكتر في شكلي في الدراسة في كده. فالمسابقة ديز كانت السنة الفاتت. لما لقيت هي مصابقة الانقع الشرين يشرين. كانت فقط كانت في مصر اه. فقررت ان اقدم فيها وقلت يعني اقدم بس انا كان عندي مبدأ يعني انا مقدمة انه اه عايزة الناس تبقى معندهش اه فكرة انه البنت الرياضية رياضة عنيفة. مم. ما يفعش تكون جميلة او ما يفعش تكون قنيقة. هما يعني في ناس كتير اوي يتفكر كده. مم. انت عشان بتلعب كراتي ايه ده انت عنيفة وما تنفعيش بقى مش مش هتعرفي تلبسي فساطين ولا تبقي شكلك حلو ولا نافترض مثلا كان في ماتش قبل منها خطيلك واحدة في السنة فالسنية دي مسلا طهرت حتشاركي ازاي في مسابق الجمال. لا ما وسعتها ما كنت سبقى اشارك فيها سراح. يا حبيدي ربنا ما كانتش في ماتشات وقتها. الحمد الله. لكن استهواكي عالم الجمال والاناخة والاضواق والحاجات دي. اه طبعا يعني اصلا هو لك حاجة وفي الاخر انا يعني في الاول في الاخر مهما كنت بالعب رياضة عنيفة فانا بنت في الاخر. فالبنت شكلها اهم يعني بالنسبة لي شكلي اهم حاجة حتى وانا بالعب بيهمني جدا شكلي. يعني لو نزل او شكلي كويس في نفسين الموضوع ده بيهمني جدا. واي بنتها مثلا يعني اي بنت بيهمها شكلها. فالفكرة المسابقة بتخليك اه تركز اكتر بقى مع شكلك انت الاضواق عليك اكتر لازم تكوني قنيقة في لبسك قنيقة في تفكيرك. هو مسابقات الجمال ما بتبقاش يعني ما بتبقاش بشكل البس. يعني ممكن بنت ما تكونش جميلة قوي. والشخصية والاعمال الخيرية على فكرة وفي حاجات كثير. بالضبط طبعا احنا كل واحدة لازم لازم يكون لها يعمل خيري لاما مشروع في الاستياحة او اي حاجة. انتي كان ايه مشروعك في المسابقة اللي فاتت في هاللقاء. انا كنت حتى برضو مدخلة الرياضة او انا كمبيوتر ساينس. فكنت هعمل اسمه اي جي يعني اي جي يعني اي جي او. اي جي يجي كل حاجة عن كل اماكن السياحية في مصر كل حاجة يعني اي اي احد من بره لو دخل عليه. اه عايز اي مكان في مصر اي مكان هو اي مش معروفة جميلة جدا في مصر مش معروفة. اه زي سيوة حاجات كده بعيد اوي كانت يعني هي ابتدت شوية تظهر دلوقتي بس زمان ما كانتش موجودة. وفي متاحف وفي مساجد وفي حاجات كتير اوي. اه عن السياحة عمتن وفي سياحة اه دينية وطبية وحاجات كتير اوي في مصر مش معروفة الناس كتير اوي مش عارفاها بالذات الناس اللي بره يعني بره مصر. بس انتي واضح ان انتي عدك يعني ان انتي شخصية متعددة الاهتمامات والنشاطات. انتي يومك عامل ازاي يعني انتي حاليا خلاص دراسك. اه بس انا اه انا دلوقتي في المنتخب. اوكي فرجعت تاني للانغماس بقى. لا لا بس لا دلوقتي دلوقتي يعني انا خلاص بعد ما يعني بعد بعد الاربع سنين دولت انا اصلا الفين اه انا خالص الوقف شهر التسعة الفين وتسعة عشر. اه. شهر احداشر كنت بلع بطولة في الشرقة في الامارات. جبت اول الحمد اه بس هي البطولة ديت الفينال بتاعها كان صراحة بالنسبة لانا كان اه بقى لي اربع سنين مش على ما لعبتش على بصات دولي. اه اه الامارات كانت عاملة بصات يخد يعني بصات كبير جدا وكان فيه الناس كتير جدا من البرة وكنت بلعب مع بنت اه المجر غالبا او حاجة زي كده. اه الماطش ده كان بالنسبة لي ان انا بقى لي اربع سنين ما لعبتش فينال. ما لعبتش بطولات اصلا. لما وصل فاينال كان كان بالنسبة لي شوقة بقى ودخلة كمان كانت فيها رهبة. اه بس فده كان بالنسبة لي اكتر ماطش باصهر معي جدا. انا كسبت الماطش ده عشرة صفر او حاجة بس بقى من ايه. يعني حتى كل ما بلعب ماطش ده كل النقطة فيه كنت بسرخ فيلي ان انا بقالي كتير اوي ما عملتش. انا بقالي كتير اوي ممنوع ان انا لعب ده. فكانت بصراحة دي بالنسبة لي اكتر بطولة مع انها ما كانتش اقوى بطولة بس كانت اكتر بطولة مؤسرة فيه يعني. اكيد. طب و ايه اللي جاي ان شاء الله يعني اول بطولة الفترة اللي جاي حتشاركي فيها. هو احنا ان شاء احنا طبعا الكورونا يعني كل ما بقى فيه بطولة تتأجل شوية يعني في بطولة يعني بطولة هنا في مصر وشمال افريقيا كانت مفيد في شهر اثنين. اتأجلت لسه ما تحددتش لان احنا كورونا يعني مقافة الدنيا شوية. هم. بس هي المفروض اه الاساسي في شهر تمانية بطولة افريقيا. وان شاء الله بطولة العلام في دبي. في شهر 11. طيب انا عايز منك يا ردوان انت توجه رسالة مش هقولك بقى للبنات او للشباب لا لا لاولياء الامور بصفة خاصة اللي البعض منهم بيشوف ان اه ابنهم اللي اللي مهتم زيادة بالرياضة لا ده اكيد حييجي على حساب دراسته او اللي مهتم زيادة بالدراسته ده حييجي على حساب صحته وموارسته للرياضة يعني انت نموذج لعكس الكلام ده انت نموذج للنجاح في اكتر من مجال والاقتدار في اكتر من منطقة. فتقولي ايه الاولياء الامور اللي بيكونوا خايفين على ولادهم ان هما يبقى لهم هويات وفي نفس الوقت يبقوا مهتمين بدراستهم وفي نفس الوقت مينجوش الجانب الصحي والرياضة. بس انا اقول لك حاجة او انا بالنسبة لأي حد الرياضة بالعكس تماما يعني عكس اما اولا امور او الناس متخيلة ان انا ما دام ابني بيروح التمرين او بيلعب رياضة او مهتم شوية برياضة يبقى هو خلاص حياته هتوقف لبجرد ما يجي السنائي عام يسيب كل حاجة حتى لو هو بطل لا بالعكس انا بالنسبة لي شايفة ان رياضة بتنظم الوقت يعني انا عندي تمرين الصبح فلازم وصح لازم انا بدري فانا كده اصحيتي اولا كده يعني بالنسبة للصحة كده بقت كويسة انا بنام بدري وبصحة بدري لازم اكل كويس عشان انا بلعب كويس اه خلصت التمريني وعندي دراسة لازم اذاكر يعني الفترة بتاعت ما بين التمرين الاول والتاني فيها فترة معينة اذاكر فيها بعدها اذاكر بالليل وبعد كده راجع عنه هو ده كان يومي يعني هو ده يومي يعني الرياضة باختصار بتساعد الرياضة على نوع نظم وقته عمتا مش بس في الدراسة دراسة ولو بيشتغل ولو بيتجوز او واحدة متجوزة وعندها يقال برضو ممكن تلعب برياضة يعني ده ما يمنعهش من حاجة بس الناس بتاتا كاسل يعني لو خلاص بقى انا خلاص عندي دراسة وبركز فيها طبعا انا اعرف ناس قالوا خلاص كانوا ابطال عالم قالوا خلاص انا اسيب بقى الرياضة عشان اركز انا عايز اخش هندسة واخش طب بقى او اي ان كان بعد ما ببطل الرياضة الناس اللي في الرياضة دخلوا كلهم هندسة وطبه هوا مالحيش فما اخجبش المجموعات هو عموما انتي انتي في حد ذاتك يا رضو الحقيقة زي ما كنت بقول من شوية نموذج للنجاح فيه اكتر من مجال وطبعا ما نتمنى لك المزيد من النجاحات الفترة الجاية ان شاء الله لما تيجي تنورينا تاني مرة تقولي بقى لسه خلصها بطولة واخد فيها مركز اول ونحتفل بيكي هنا في البرنين ان شاء الله ان شاء الله نورتينا اهلا بيك دايما طب حضرات حنستأذبكم هنطلع فاصل سريع ثم عودة الاستكمال باقي سلسلة يعني لقاءتنا الحوارية صدر اهلا بكل حضراتكم من جديد عايز اقول لكم ان مواجهة الغد ان شاء الله بين النادي الاهلي وباير ميونيخ في نصف نهائي مونديال الاندية دي اول مباراة رسمية لفريق مصري مع فريق اوروبي على الاطلاق بمعنى ان عبر التاريخ اي مباراة سابقة لاي فريق مصري ضد اي فريق اوروبي كانت دايما بتكون في اطار المباريات الودية طبعا الاهلي عنده العديد من المباريات الودية مع الفرق الاوروبية المختلفة وكان ليه قبل كده مواجهتين مع الباير ميونيخ واحدة كانت سنة 77 والتانية كانت سنة 2012 طبعا هنتكلم عن نستاجا الاهلي في المباريات مع الفرق الاوروبية وطالما قلنا كلمة نستاجا بقى مين احسر حد في الدنيا يكلمنا عن تفاصيل النستاجا غير الاستاذ محمد صادق وهو مدير مؤسسة الارشيف العربي صباحا الكل على حضرتك صباحا خلاص الكريم شكرا جدا لمقدمة الجميل لديك ربنا يا خديق حديق انا مجاهز نفسي للاستمتاع بذكريات حلوة وملاحظاتك التي لا تخدم من طرائف ومواجهات الاهلي تعالي ننتدي مع الاهلي وباير ميونيخ 77 و2014 احنا برضو عايزين بسم الله الرحمن الرحمن نقول بس ان اللقاط وديها كبيرة جدا وكان من ريب احنا شوفنا هنا على الشاشة مجموعة مبيرة بس اهم المبارات العالمية لكن ده فيه اكتر من خمسين مبارات تانية او خمسة وخمسين او ستين مبارات تانية تجمع من الاهلي وفلاء كبيرة عالمية كان بتيجي برضو مصر وبتيعمدوش حبية من العشرينات والتلاتينات والاربعينات والخمسات الهات دلوقتي في فرع اتعرض دلوقتي بتاع حولي خمسة وعشرين لقاء لكن ده في بتاع خمسين ستين لقاء ان شاء الله انا بجيبهم تانية تشوفهم القرن موجودين لكن احنا مش هدول البدل بس عشان هو الحدث اليوم لكن احنا نقدر نقول ان من هنجيبين نهاردة نبزة او جايبين بعض الظهور من جزارة الورد كلها ان فيه مسلا هنجيب بعد كده اول لقاء انا شديني كان في الف ستينمائة تمانية وخمسين وكان فرقة المانيا جاية مصر المنتخب جايين يلعبوا جايين يلعبوا مصر شمدوش حبوضي لعبوا عمين مع النادي الاهلي النادي الف ستينمائة تمانية وخمسين عامل مباراة وحنشوفها سورتين دلوقتي هذا مهمين جدا الاهلي لعب منتخب المانيا على ملعب التيتش كان لسه استاد الكاهيرا ما فتحش استاد الكاهيرا ستين فالاهلي لعب وجابوا صورة جميلة حنشوفها دلوقتي من قصل سورتين جايبين البرجة ولسه ببداية بناه شكرا شكرا اساس المخرج النصر الكبير شوف هنا جايبين البرجة هو بيسا بيبني وده الملعب العلم المباراة وازاي هنا افراد الجيش وافراد الشعب وافراد البوليس وقفين بيحيوا اللعيبة يعني برج الجزيرة كان قيد الامشاء وقتها بسا بيات لحة 8 وخمسين في بدايته والنصر الكبير وفي سورة تانية هتيجي بعديها الكابتن الكبير رفعة الفناجيري كابتن نادل اهلي وابن ضمياط البار هو اللي جاب الجمه ضرب الجزاء وخلص المطش 1-0 للنادل اهلي انا حبيتها جيب دين ستاة 8 اهي شكرا دين ضرب الجزاء خلص الجون راح لحتة وجيب حتة تانية على يمين وهو واحد ستف الف تسعمية تمانية وخمسين وحنجيب بعديها كبان حاجة مهمة جدا ها ودي بقى لما نجيب بنفيكا لما كسب النادل اهلي ها عايزين نقول ان الاهلي ما تهزمش الاهلي كسب المطش ده ثلاثة اتنين هو اللي فات ها والجميل بقى في ثلاثة وستين في اتنين وستين ان الفريق البرتغالي بنفيكا ده كان بطل اوروبا وجيب محتفي بطل اوروبا وغالب مين كان غالب ريال مدريب في النهائي وكان ريال مدريب الساعتها هو الفرقة العظيمة بتاخد اربعة خمسة وتراتة واربعة في اوروبا فهو غالب ويعلم هنا اشكرك هنا شو بها يمين هنا كابتن صالح سليم وكابتن رفعة الفناجيل وشيختاغة وهنا لقطة حلوة حية من المباراة نفسها بنفيكا ده شاريت فيديو نادر جدا الله احنا كسدنا تلاتة اتنين ساعتها واللي جاب الاجوان بقى فيه حاجة جميلة برضو كان شو فيه تعصب زي دلوقتي كان زي ما فيش تعصب كان فيه اتنين ضيوف من الاندية اخرى بالعب مع النادر اهلي كابتن محمد بدوى من المصري والكابتن بدوى عبدالفتاح من الترسانة اللي جاب الجون والجنين التانيين جابهم اه استيغطاها جاب جنين في المصري دوت شوفي انا مقصود جدا حاجة جميلة جدا شوفي هنا الفريق ده سنة اتنين وستين احنا منتكلم من ستين سنة بنفيكا بطل اوروبا جاي محتفي وجاي يعني جاي من اوروبا على مصر بناشوة النصر بقى بناشوة طبعا واختار النادر اهلي بطل مصر ونلعب معاه ومصري جميل ها والعالم كله تفرج عليه والاهل يكسر تلاتة اتنين وكان ساعاتها مين يعني احنا غربنا ساعاتها بنفيكا وغربنا ريال مدريد اه طبعا بطبيعة الحال اه طبعا كان ساعاتها بقى النجم العبكاري ايزيبيو ها اللي راح كسر على نتلتة ستسين بعد كده طبعا فأزين مباراة جميلة والفزيو ده لا وحتى حتى ريال مدريد نفسه يعني كان لنا قبل كده مواجهة مع ريال مدريد ولنا قبل كده مواجهة مع مواجهة لها المدريد في سبعة وسبعين احنا كسبنا اتنين واحد والي جاب الجنين مين الكابتن شيف عبد المنعم والكابتن الخطير اتنين واحد اه طبعا كان كابتن بركات دريبا او في 2001 وفي ده غير ما ماتش بركات التعريب الاخير ده اتنين واحد وفي ماتش اتنين اتنين وفي ماتش ابا المونيك كسب الاهلي اتنين واحد يعني عبر تاريخ النادي الاهلي مفيش غربة من فكرة ان انت تواجه بطل اوروبا طبعا اكيد الوضع بيختلف لما تكون المواجه دي في اطار كاس العالم للاندية تبعا ووتكون اول مباراة رسمية للنادي ضد فريق البطل اوروبا في تاريخ الكرة المصرية كلها اول نادي الاهلي اول فريق مصري يلعب امام فريق اوروبي في مسابقة رسمية كل اللقاءت كنت ودية ما هو فيه الاهلي هو الوحيد اللي مش اعرف مصر ويشترك في كرة العالم الاندية مفيش اي فرقة تانية مع كل احترام من الفرقة انها اشتركت في البطولة دي مفيش اي بطولات رسمية جمعد بين بطل اوروبا افريكيا ولما جي باطل الافريكا في بطلاطي يكون احنا مش مش تاركين فيها مكانش مصر فتاة فرقة عظيمة لكن الى المدريد يعني كان ساعتها دي احنا هنشوف كمان منشتينجلات باق وعنشون فوكتس يعني نقدر نقوله من غير ما نبالغ ان النادي الاهلي هو سفير مصر في البطولات الدولية وفي المباريات الدولية انا في الامارات كان عاملنا حاجة اسمها السعادة عام السعادة فكنا بروح هناك سألتهم قالوا ده النادي الاهلي هو اللي بيدي السعادة عنده في مصر مصدر للسعادة قلت له سعادة احنا انتا عارفيني ان في مصر قال لي طبعا وعندنا في الامارات السعادة هنا الاهلوية في الامارات الاهلي هو مصدر السعادة لكل محبي ومشجيه على مستوى العالم لما روحنا قطر لما اروح اي مكان في العالم حسنا مش عجينا دي الاهلي الفانيلا والاحترام والزاد لما جمع ده ده مطش الفين وواحد مطش من انسهوش وكان بقى جينزين زيدان وكنتنا جايب كم جورنان كده جايبين النتيجة صنديلة لما جاب الجورن وكابتن اسام غالي وكابتن خالب بيب وضيع قلتين في العرض ده وانفرادين وكان مطش ده كان احتفالية رهيبة كان نسعتها كابتن مانول بيزيه ماسك نادي الاهلي وكان لسه اللعيبة احنا بقى ما طورناشه وبتاعه وكسد نقدر نكسبر المدريد ولعدنا مع برشولنا يعني اخ يعني خسدنا من برشولنا اربعة بس ساعات بتلاقي في وسط كل يعني في وسط الناس الكتيرة اللي اللي متفقلة تلاقي واحد ترعلك في النص يقول لك ده احنا ده هيبقى في سيرك منصوب في المقلية انا عقليات هو قلت وتعالى انت طب ما تيجي انت سيرك بتعالى امسك انت الحبل يقول لك هاجي بس دخلنا السيرك فأنا ما نستمعش اهلي مؤسسة عظيمة بتبص بس لانجازاتها ببص لعبتها بص عشان كده بينجح اي فرع بتبص للاخرين ها بتنجحش لما بتهتمش بنفسها فالتاريخ بيقول اهو اهو الاهلي فن الاهلي كهرة باير ميونيخ اهو ده فعل حلو اهو اهو ده حلو لا احنا كنا ملاش كبير الاهلي عظيم الاهلي ان شاء الله يعني ماش كبير ها وانا سعيد جدا اهو الاهلي يفوز على باير ميونيخ اتنين واحد انا عندي انكي بنزل على الفيس هو ده الوحيد ينزل على الفيس كله بنزلهم لمنونيخ انا عندي اكتر من اتناشر اسم او اتناشر عنوان لباير ميونيخ لجميع اللقاءات عشان كده بقول لك ان اللقاءات الاهلي الحبية اهو شوف ده مطش بقى جميل جدا كويس عرض تاريخ للاهلي اه اه امام ايه ننشن جلاد باخ اه اتنين اتنين هتجيب لك صورة هنا نادرة جدا من الكابتن حسن حمدي رئيس الاهلي سابقا فارجو في صورة كابتن حسن حمدي مع كابتن فوكتز لو ممكن نجيبها بالالوان ها واما في الملعب وبسلم بعض اشارة الاهلي ها وشان منشن جادي جاية في الطريق حتيجي ونرجع لجورناندا تاني مهمة اوى 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 لانه يخص الكابتن الخطيب اوكي مباراة مهمة ارجو نرجع لجورناندا ونرجع للصورة بتاعة آه الكابتن حسن حمدي وهو في الملعب بالالوان كده ومسكينها مع كابتن فوكتز كابتن المانيا ساعتها خب بالك الالمان تلعوا برغم مكان مكان المانيا تاريخ عظيم وصلوا كاسع عالم كتير وبعد خب بالك مين رئيس نادم لبال موني خدرواتي مهمة اه طبعا اه طبعا طبعا هينزل مهمة اه طبعا وسطورة الكرة المانية اه ولي ماسك النادي قالي جادي اهلي كابتن خطيب نفس الوقت شكرا لاستاذ المغري كابتن فوكتز ده كابتن المانيا كابتن يعني عنده منك يعني رمز ليهم طبعا ومعانا بقى رمزنا طبعا الكابتن حسن حمدي والحاكم الجميل الكابتن حسين فاهمي دي الصورة من الملعب بالالوان ساعة ماتش اتنين اتنين احنا هنا بنقول الماتش ده مهم جدا وشوف خد بقى لاحظ مباراة دي حبية وكان الملعب مئة وعشرين الف مباراة حبية الناس كان بديل مبسوطة ها يعني هم في اوروبا وفي جماهير واشتراق وناس بتحضر كتير لكن يجوا هنا يلاقوا الجامير اكتر ده ماتش حبي ده الناس بتحب ينادي قالي كده المصري يحب ينادي النادي الاهلي كده انه هو وجهه المصري النادي الاهلي وجهه المصري لا وده اللي خلى كتير جدا من الفرق الاوروبية لما تحب تخوض مباريات ودية مع فريق قوي وند وخصم قوي طبعا النادي الاهلي على فوق النادي الاهلي بطل افريقيا ها السانية دي وقبل كده كزا ما ننصل للنهائي وقبل النهائي وسبعة تمام مرات ناخد احنا بنتكلم على مين رمز نادر القرن ده ماتش بتاع اتنين اتنين الكابتن قشارك عبدالباقي ماشاء الله اه اتنين اتنين ماتش اه اه جنء الاول الكابتن خطيف بيلعب اهو اه الكابتن نعم ما يعبقى الجنء الاولاني بيهده و الجنء التاني الكابتن الانور السلامة اللعب يا بدماء وتخرج في لعيب من فريق اه الالماني وتخش دي مباراة جميلة من الملعب شوف كابت جمال عبدالعظيم هو معك هورا كابت خاطيب جاله قدامه هون فرقة جميلة وإيه ده كابت مصطفى عبده لا وكل اسم من دول كان في عز مجده وقتها لا نزي كلها أي جيل بيمس نادر أهلي في أي فترة زمنية حاطط على عاطقه الجمهور العظيم طبعا والتاريخ اللي ما ينفعش يعني يحتوي على حاجة تانية غير انتصارات أو أداء مشرف يرتقي ويتناسب مع تاريخ النادي الأهلي وقمته قبل كده سمعت حد بيقول إن إزاي جميل أهل بتوضي لعبت الأهلي كلهم لازم تكسبه ما فيش حاجة اسمه أخصارة ما ديه طبيعي مين إنسان بيحب يخسر في ناس في فرع عندهم روح الانهزامية إحنا عندهم روح الانتصار عايزين على طول ننتصر عايزين نكسب يقول لك أصله بيحط يعني ما نخصفش لا نازم يقول المكسب لأ مش عارف إيه بيحط جواهم الحتة لا مشكلة إحنا فريد تعودنا من زمان من إحنا على الانتصار مين بيحب الهزيمة مين بيحب الخسارة صحيح كل الدور العالمية اللي وصلت عاطوتك بالمصر قدام إحنا لازم يمصر قدام والأحسن وعايزين نشوف يا ريت فيه مباراة مهمة كانت آخر صورة عرض للجورنان دي مباراة مهمة جدا وليها قصة جميلة لديها حكاية لظريفك يعني مباراة الأهلي والترسانة كانوا زمان ما كسبين يقول لك الأهلي والترسانة يحملوا فرقة من بعضهم ويلحبوا فرقة أجنبية جاية مصر وده حصل ما بين الأهلي والزبالك كمان وده حصل كتير وده إحنا كمان لعبنا مطر في حب مصر قبل ما يجي بعض الناس وبعض الأفراد يعكروا الجو ومش الجماهير ممكن الجماهير دي مغلوب على الأمرها شكرا جدا ده اتحاد نجح اتحاد الآلي والترسانة بفوزية على قدسة تلاتة مين يجاب لي جوان كان ساعتها الكابتن الشازلي طبعا كبير هداف الترسانة وكبير هداف مصر يعني ونجم منتخب وحاجة عظيمة جاب جون أولاني نزل كابتن ناشي جميل كده كابتن حمود الخطيف جاب جونين الانتصار جاب الجون التاني وجاب الجون التالت والأهلي والترسانة كاسم فريد أودسة فرقة دي كان بزة روسيا وجيق مصر وكسيتنا روسيا وممكن ساعتها بقى الروس ومصر وعبد الماصر والتحاد السوفيات والتحاد الشريك والاشتراكية والحاجات اللي كانت طالعة في الجديد مقدر دي وكان ساعتها الأهلي كسب تلاتة اتنين مباراة جميل مين الخطيف ده مين الرمزي الكابتن الشازلي ده بجون طبعا طبيعي جيبه جوان لكن الناشي الزغير الناشي ده في 1972 فأقول الاشتراك للخطيف زغير جنين ويقلب المباراة فأنا عايز أقول إن المباراة الجاية إن شاء الله بكرة مع بار البونيخ هتيبقوا مباراة سعيدة يا مساهد وعايز أهلوية يتفرجوا ومصر تتفرج بإرياحية إن شاء الله إن شاء الله هنكسب مش بعيدة عربنا هو بص هو بالنسبة للفريق يعني فيما يتعلق باللعبين اللعبين عندهم مدير فني وعندهم مدرب عام وعندهم فرق كاملة مساعدة بتبث فيهم الروح وما إلى ذلك لكن المشكلة بعد نحن كجماهين يعني زي ما كنت أقول لك من شوية في بعض الأحيان ممكن تسمع أصوات نهزمية يعني أكثرهم تفاؤلا يقول لك يعلق على جملة من عائلة إن شاء الله نستمتع بالمباراة وكأننا هنستمتع بالهزيمة هذا بالحق بدأ يعني وازع لنا ناق جامد نحن نحن مباراة قوية ونستمتع نستمتع قبل نقص النتيجة لعيد بيراجع النفس وبينزل يأدي ويلعب وعامل وبيلعب باسم مصر قبل ما بيلعب بالناس من نادي الأهلي وبيلعب باسم نادي مصر والنادي الأهلي هو وجهة مصر دلوقتي على مدار خمسين سنة ومئة سنة نادي القرن في أفريقيا النادي لكل أوروبا بتحترمه النادي لكل الدول العربية بتقيمه بتقول تعالى عندنا ولقاءات كبيرة في الدول العربية يا من أهلي راح دول العربية ويشرف من الكرة المصرية ويحتفوا به النادي الأهلي هو وجهة الكرة المصرية فلازم اللعيبة تحط في دماغها إنها قبل ما تفكر في نادي بالنسبة بقى للجماهير عندنا أو المكان تنا وناس برا نادي الأهلي ده شيء طبيعي قال لا ده إحنا ما بكون داخل بكس فاكة في البيت عادي قال لا ده جايب تفاح إيش حال بقى نادي الأهلي اللي عالم كله بيتكلم احنا بنعب في دول رمضانيين احنا بنعب في كاس عالم الأندية تراهيم انت في مبين الجمل يا راحبة دايبة لا لا بتكلم في العصول والكريح احنا نيه نتكلم نيه نتكلم بالكريح عمرنا انا معضفش هو في القاعدة دي او عادي القاعدة دي وبتكلم من بقى كده كلام مورس لا التاريخ بس هو في وطع زي اللي احنا فيه مش العادي والمفروض تكون مصر بالكامل في ظهر النادي الأهلي بغض النظر عن الانتماء واحنا شايفين غير كده احنا شايفين غير كده ده زي المياه والنير جنبنا هوا اللي فوروش اللي ظاهر لكن الاساس من تحت جميل وحلو وطبيع نرجع ونقول السوشيال ميديا برضو بساعات دي بقى لها انعكاسات سلبية جدا بدل ما بتوحد ساعات بتفرق اكيد بس احنا برضو نقول احنا لو قعدنا نستمع نستمع مش الناس يبقى القاعدة ما كانش وصل لأفريقيا ما كانش يخذ أفريقيا ما كانش يخذ الدول ما كانش يخذ الكاس ما كانش يعمل مئة سنة انجازات ما كانش يخذ نادي القرن صحيح لو قعد يستمع من مئة سنة لكل الناس اللي حاولوا يوقعوا اي انسان ناجح في اي مجال البعيد والقريب حتى عرب مالية حاولي وممكن يبقى في جنبه ولا نحن نشجعك هو بيحقد عليه وممكن بيحقد عليهم ومبعيد عنه طبع فلازم نقول ان احنا نبعد عن ده احنا نركز عندنا هدف هدف السعاد جمالير مصر قبل جمال النادي الاهلي جمال مصر وجمال النادي الاهلي وجمال العرب كل العرب يتفرج عليهم بيحترمنا اداء مشرف احترام ادب كيادة مشرفة ازاي في عيد الميلاد كابتال محمد الشريف احمد الفرج عليها ازاي الحب والاحترام صحيح نشوف بقى ده بيدي له ايه ده بيعمل له ايه ده بيتحك في وشه لقد بيعمل كده نشوف التفاحة ايه العب فيه ده ده احمر الخدين يا نهرب يا فيه تفاح احمر الخدين نعايزينهم اخضرهم ده حتى ما يصح عايزينهم اصفر عايزين اصفراوي عايزينهم احمر اخضراوي طب انا عايزة اسأل حداك طبعا انت عندك انا عارف ان انت عندك كمان يعني في المكاتب عندك اللي خاصة بيك وفي البيت عندك كنوز اه ارشيفية من الجرائد المصرية والعربية وكتير قوي من المنشتات اللي بتتكلم عن قوة وفاريخ وامجاد النادي الاهلي دي في الاول وفي الاخر يا صحف عربية جات لحداك قبل كده فرصة الاطلاع على صحف اجنبية وقارية المنشتات بتاعتهم اللي بتتكلم عن النادي الاهلي وخصوصا في المراحل الزمنية دي اللي احنا بنشوف انها لقطات حية كده من بعض المباريات الزمن الجميل ده وشلط من بسط والجرائد الانجليزية زمان انا عندي بجمع كده في الجرائد والمجلات والخطوة الصحفة تغرفية عندي حوالي ميس سنة جرائد انجليز وفرنسا كل جالية ليها وضعوا ليها مجموعة بيجمعها ففي الجرائد الزمان تشوف بقى تغطية غريبة تستغرب ان الانجليز وفرنسا كان بيعنيو تغطية اكتر من التغطية الجرائد المصرية ازاي كان بلزوموا صورين خاصين وصور على الاحدى الصور ازاي تشوف ازاي بيجيبوا النادي الاهلي وبيلحب مع الفرقة فرقة جاءة من فرنسا من انجلترا طبعا كثير من المانيا ها يجو لعابوا مصر الجرائد الاجنبية والمراسلين اجانب في مصر كانوا يعملوا اكبر تغطية للمباراة دي لانها كان بتوصل لبلدهم والهنى طبعا شوف الشيء للجميل والتصوير غير عادي وازاي بيعملوا بيفردوا صفحة كاملة عن المصر احنا كن ممكن نجيب حتة صغيرة كده مربع صغير الاهلي يكسب درب كوينتي ها الاهلي يكسب حاجات صغيرة لكن ده زمان مجلات فرنساوي اماج ماتش جراد واشنطن بست جراد الانجليزية كاملة كاملة بتنزي في مصر من بداية احنا عايزين بقى نستأذنك طالما كده انا كنتش عارف كمان ان عندك الجانب ده من المضوعات الاجنبية كمان ده الصورة فياريت بقى ان شاء الله في مرة برضو من المرات اللي هداك تيجي تنورنا فيها في عشر الصبح في الاهلي نستعرض معاك بقى صحف العالم كيف رأت النادي الاهلي في ازمنا مختلفة انا للأسف الشديد انت عارف احنا بيكون محكومين بفترة زمنية معانة فوقتنا في الفقرة دي بيوشك على الانتهاء يا دوبال هاشكرك شكرا جزيلا كالعادة بتمتعنا بوجودك معانا وبمعلوماتك الوفيرة ونرجع ننصقي بك على خير ان شاء الله ان شاء الله ربنا حيوفقنا يا رب حيقبل بخاطرنا وتحت اي وضع احنا فخورين بالنادي الاهلي العظيم بطبيعة الرحيل طيب بعد الدعوتين الحلوين دول من السيد محمد صادق مدير الارشيف العربي اللي بنشكره شكرا جزيلا انا ربوده معانا هنتلع فاصل ونرجع نكمل مع حضراتكم اخر فقرة من فقراتنا الحوارية في عشر الصفحة في الاهلي تفضل يا اهلا بكل حضراتكم من جديد في اخر فقراتنا الحوارية من حلقتنا النهاردة من عشر الصفحة في الاهلي طبعا كيما يتعلق بالمباراة الغد المباراة المرتقبة المنتظرة بين الاهلي وبايرن ميونيخ اللي من حضراتكم حابب يسعد ويستمتع ويستمع الى وجهة نظر محترمة وكلام موزون يركز معانا بفقرتنا دي اللي حيشرفنا من خلالها زمينة وصدقنا واخونا العزيز خالد الاتريبي النقد الرياضي ورئيس القسم الرياضي بجريدة الشروق يا صباح الفل عليك يا خالد يا صباح الفل عليك ده نور وجودك معانا طبعا ما ينفعش نتكلم عن مباراة بكرة من غير ما نتكلم عن المدخل اللي دخلنا من خلاله ووصلنا من خلاله الى مباراة الغد مباراة الدحيل كيف رأيت هذه المباراة وكيف رأيت التفوق الملحوظ هجوميا في الشرط الاول والتراجع الملحوظ نسبيا في الشرط التاني طب بداية اسمح لي اعلق في كلمتين كده على التقرير ده الاهلي محظوظ بجماهيره وجماهيره محظوظة بالاحد فعلا لما تخيل فريق بيخلي جماهيره عيشة حلم حقيقي بقى على طبع مش حاجة انت بتتخيلها احنا احنا اقصى فيه اندية كتير جدا على مستوى العالم تخلاص بالوقت بتتكلم مستوى العالم لما تتكلم فيه سادس مرة بتشارك في مدينة الاندية انت دايما الترجع بتاعك ان المقارنة بتاعتك بتبقى على المستوى العالم على مستوى الاقليم طبعا مش تقليلة من مستوى المحلي انما انت بتتكلم في القيمة او في المكان اللي انت موجود فيه فلما بتتكلم على كده انت بتخلي جماهيرك بتبص بالوقت الناس بتفكر ليه لقى منكسفش بايرن وينخ ليه لقى مناخدش كاسة العامل الاندية كاسة العامل الاندية طبعا فيه ناس هتقولك انت رايح فين دا بايرن وينخ كيه ماشا دا لقى تمام هي مرضو هي نفس الفكرة طموحك لازم يكون هنا بقى كلمة الطموح في مكانها الصحيح طموح جماهير الاهلي رايحة ناحية العالمين بالزبط كده مش عايز اطلع اصحنا على الرأي احنا فعلا فيها بالفعل والحلم اللي انت بتتكلم عليه احنا مش بصدد وده احنا في نص مشواره بالزبط انا بقى مش عايز اطلع عن السؤال عشان هنرجع على كلامنا دا تاني نتكلم على مطش الدحيل لانه فيه مدخل كتير او مداخل كتيرة لمباراة بارن وينخ الشوط الاول كان عامل ازاي والشوط التاني كان عامل ازاي وليه الشوط الاول كان سيطرة كاملة للنادي الاهلي وانا شايف في الجزئية دي نقطة مهمة جدا وهو خوف زايد كبير جدا من الدحيل لانه لو بسيت على المعطيات اللي قبل المباراة هتلاقي انه من حق شوية خاف بغض النظر عن نحنا كنا بنثيره هنا اعلاميا دا عندهم عرش لعب 16 مليون دا عندهم محترد برازيلي دا عندهم الكيني دا عندهم دا عندهم في النهاية كل دول فين ما احترمنا كامل في الدحيل وانت بتلاعب النادي الاهلي الدحيل بيقابلك وهو بطل الدولي القطري انت بتقابله وانت بطل افريقيا وبالتالي هو كان خايف جدا منك ده سبب رئيسي هو كان خايف من اسم الاهلي ودي نقطة مهمة جدا وده ياخدنا النقطة مهمة دلوقتي للمستقبل ان انت ما ينفعش تعامل بير المنخ زي ما الدحيل تعامل معاك دي جزئية مهمة جدا الخوف هو الخوف هو اللي قد بحيل انه ما يحاولش اصلا يطلع من نصف ملعابه علشان يهجمك في الشوت الاول الشوت التاني بدأ يستدرك شوية ان هو خلاص انا هخرج من البطولة وكده كده واحد زي اتنين فبدأ ان هو يجريك في الموضوع ويدخل معاك في الجيم مع انك ضاع منك يعني هدف ممكن الكورة بتاعت وينتر بوليا في الشوت الاول مع بعض الفميات بعض التغييرات اللي كانت ممكن يكون فيها كلام دخل الدحيل في الجيم انما اللي احنا عايزين نستفيد منه هنا انك تقابل بير المنخ بالقوة اللي المفروض تقابله بها مش انك بتقابل اسم كبير بعد اوروبا فانت تكون داخل المباراة بالشكل ده وانا عجبني جدا التصريح اللي تقال من شوية من بيتسو الموسماني ومن الكابت محمد شنيو اللي هو لما قال ان احنا الموسماني لسه من شوية قال ان احنا هنالعب مباراة قوية ومعلوماتي انا ان الموسماني بيدرب العبته وبيدرب الفرقة مش ان هي تعمل ماشي كويس ان هي تتخطى بير المنخ هم اليومين تلاتة اللي فاته تم تأويل بعض الكلمات بيتسو الموسماني تي ما يتعلق بالجملة اللي قال ان احنا عايزين ناستمتع بالمباراة ما هو اي حاجة طبعا طبعا على فكرة بيرن عايز استمتع بالمباراة والاهل عايز استمتع بالمباراة واي لاعب كرة حقيقي في المباريات اللي زي كده بيستنها عشان يستمتع بيها انما في النهاية النادي الاهلي متعته الحقيقية هو الفوس صحيح هي دي المتعة الحقيقية والحاجة المباراة الجماهية هو لما يقولك انا هستمتع بالمباراة اكيد ما فيش حد هستمتع بالمباراة وهو خسرها هي دي الجزئية المهمة اللي احنا لازم نتكلم فيها هو معروف اصلا عن المسلمان ان هو بيحب ينيم اللي قدامه ايه ان هو اه انت بتلاعب بطل اوروبا لما ان انا النادي الاهلي اه محمد الشناول بيقول احنا مش اقلم اي حد ودي حقيقة بص للعناصر اللي موجودة عندك دي من افضل العناصر اللي موجودة فيه مش هقول لك في افريقيا في دوري ابقال افريقيا طيب احنا ليه بعض مننا لسه عنده حتة عقدة الخواجه يعني فكرة ان انت هتقابل باين ميونيخ ايا كان بقى من اللعيبة وايا كان الملابسات لمجرد ان ده باين ميونيخ يبقى بطبيعة الحاج من وجود نظره يا ليه لو سهودة ده احنا داخلين على معترك مش عارف عام لا هو بايرن مستوى بايرن ما خلناش نقول كده يخلين نقول ايه كل اللي بيقابل بايرن اصلا في السنتين الاخرين عمتا على مدار التاريخ وفي السنوات الاخيرة تحديدا كل اللي بيقابل بايرن بيعمله حساب سواء بقى في اسبانيا في انجلترا وده طبيعي جدا فانت طبيعي انت كنادي مصري او نادي افريقي اه اه عندك المعطيات اللي تقولك ان انت اه هلعب بايرن بس في النهاية برضو هما هم احداشر لاعب وانا احداشر لاعب هي انا شايف ان المبارات دي اللي زي كده في الاوقات اللي زي كده بتخلص بجزئيات بسيطة على فكرة مش بفارق امكانيات رهيب يا ما احنا احنا مسلا هكلم على صعيد المنتخبات وبعد كده ادخل بوصول الاندية مين كان يصدق انها هنعمل المبارات التاريخية اللي عملناها قدام البرازيل اربعة تلاتة وكان اه وصلت بالمعلق عصام الشوالي اللي يقول مصر هي اللابس البرازيل هي اللابس الاصفر وبتالي ما فيش الكرة ما بتعترفش بالكلام ده ليه ما نقولش ان فيه معطيات كتير ممكن ان تستغلها زي الارهاق الكبير اللي مر بيه بايرن مونيخ خلال اليومين اللي فاتوا ليه لسه ما تقلمش على الاجواء هيتمرنا تمرينة واحدة في الدولة المستوضيفة حاجات كتير جدا تخليك تقول لا والله فيه اه فيه امكانية ان انا اعمل خاصة بقى سيبك من الجزئية بتاعت بايرن وهما تعبنين او مش تعبنين مش هيد الجزئية لا لعدتي انا انا النادي الاهلي ما اخدها كده جزئية جزئية وخط خط المنع ان انا اكون كويس انا عندي واحد من افضل حراس المرمى في افريقيا ويمكن من العالم حراس المرمى المميزين لو جدت عدهم على مستوى العالم هتلاقيهم ومنهم مش شناوي دي مش مبلغة انا واحد في قارة افريقيا هاتلي واحد اعلى من محمد الشناوي على مستوى الفرق الافريقية كلها مفيش عنده ثقة عنده خبرة عنده تجربة واحد واخد من افزمتش في اه في مونديال كاسقة في مونديال اه اللي فات مونديال روسيا بتكلم في واحد بتكلم في واحد زعالي معلوم من افضل بكات الشمال في مستوى على مستوى افريقيا بتكلم على بدر بنون بتكلم على عمر السلية كلهم لعيبة على مستوى عالي جدا ومستوى عالي جدا من الجودة والثقة يخليك تقول لأ انا هعمل ماتش كويس هعمل ماتش ربما يكون تاريخ طب في معطيات الماتش كويس ده يعني هل حاسس ان انت في امور معينة ممكن تتفاجئ بيها بكرة من مسيماني قبل ما تتفاجئ بيها من اللعيبة اه زي وارد جدا ان هو احنا كلنا بتكلم وهنربط برضو تاني بين تقدير الدحيل ليك وتقديرك انت الباير منافس انا مش عايز من النادي الاهلي يستغرق وقت طويل في التقدير الفرق المنافس بمعنى اه طبيعي انك هتستنى عشر دقيق ربع ساعة ما تشوف الدنيا رايحة فين الناس دي نازلة هتعمل ايه يعني ضاغط ضاغط طبعا طبيعي ان بايرن هيكون نازل ضاغط الملعب وعايز يتسايد اللقاء طبيعي مش عشان بيلعب الاهلي هو بايرن كده بايرن بيلعب اي فريق انه يمسك الملعب من بداية اللقاء انت بقى المفروض رد فعلك هيكون عامل ازاي انا اعتقد انه عشان كده ممكن يغير في طريقة اللعب ويخلي مثلا يلعب بثلاثة دفندر ممكن اليو ديانج وعمر اه السولية وحمدي فاتحي وارد جدا وارد تلاقي مسلا يقولك انا اه الفريق اللي قدامه هيكون ضغطني بشكل كبير فانا ممكن الاعب فيرود يكون سريع يستغل الكرات خلف الدفاع اه مش عايز لعب يهد الدفاع وخلاص ان هو يستلم على حدود مطقة مطقة الجزاء في كرة عالية لا هو عايز مثلا لعب متفاهم اكتر ومتجانس اكتر مع اللعيبة اللي هتطلع بالكرة المرتدة فيكون بينهم تجانس فيعملوا الكرة بسرعة يوصل المرتدة ممكن يكون محمد شريف بدل والتر بواليا وارد كل ده يحصل وارد ان كل ده يحصل طب ايه ايه من الامور اللي كانت بتحصل او مش هقول لك اتعودنا نشوفها بس احيانا بنشهدها في المباريات مثلا على سبيل المثال يعني ممكن يبقى فيه جمل اه خططية او تكتيكية الجملة من اولها طلع حلو بس ساعات تلاقي مسلا فيه فيه ففيه امور معينة ايه منها اللي اللي انت شوفه يعني في مباراة بكرة ان شاء الله انهاء الهجمة ده لازم في مباراة زي كده تحديدا ممكن ما يكونش قدامك او تتاح قدامك فرص كتيرة قدام المرمى طبعا لازم تستغل ده علشان كمان حتى ده ما تنيه الهجمة صح وتسجل هيربك حسابات الملفز اكتر طبيعي زي ما قلنا ان بيرن هيحاول من بداية المباراة ان يكون ضاغط عليك وبالتالي ده يتطلب انه يطلع بكل صفوفه عند اه اخر صف ليه اللي هو المدافعين عند نصف الملعب بتاعك فطبيعي انت انا ما تسجل هيضغطك اكتر وده يغلطه اكتر طبعا ده محتاج قتال منك كلعيبة تركيز شديد جدا جدا في اه المساحات اغلاق المساحات قدام اللعبة المهارية والسريعة ما نتفلسفشي في خروج الكرة من اه انا بيتهيالي ان اللعيبة لا يملكه غير القتال ما عندهم شرفهاية اوبشن تاني مفيش لمليون اعتبار هما لا يملكه غير القتال في مباراة الغد لا اعتبارات فعلا كتير او طبعا تخصهم وتخص البعثة وتخص الجماهير وتخص الوضع اللي هما فيه بالفعل هو اللي واصل من هناك ان اللعيبة حسها ان اه ان اه سيبك من الكوميكس اللي عمل منتشر على السوشيال ميديا على فكرة هما بيستقبله بديحكوا وبهزار على فكرة اللعيبة بيهزاروا بينهم وبين بعض انما اللي واصلهم بجد واللي هما معتبرين بجد وبيفكروا فيه بجد كل الناس اللي بتأكد قدرة النادي الاهلي مش ان يقدم مبرك ويسع قدرة النادي الاهلي وان يكسب هما حطين دي في عيني الاعتبار وبيقولك طالما الناس دي شايفة ان احنا لازم نكسب وان احنا عندنا من المعطيات ان احنا نكسب احنا لازم نستغل المعطيات دي فا اعتقد ان ده اللي يهمني عشانك انا انا واحد بالناس قبل المباراة بسعات هو ده شعور اللي عايزه يتصدر مننا احنا سواء لقاد او جمعيز هستغذلك نقف عند النقطة دي هنطلع فاصل سريع ونرجع ان نكمل كلامنا مرة تانية اتخطها لنا وكل الجمهور الاهلي المرشد كانت تحفة الحمد لله رب العالمين ربنا وفقنا وكلنا طبعا فرحانين ومبسطين النتيجة كانت جميلة جدا وكنا حابين تكون اكتر لان الاهلي عمل اداء يعني فوق التوقعات وان شاء الله ربنا عكرمنا ان شاء الله في الماتش الجاي احنا لعبنا شوت الاولاني ده ممتاز جدا وكنا ممكن نكسب سكور كويس ولكن في الشوت التاني معرفش اللي حصل الاهلي ابدأ ده كويس جدا والنتيجة يعني كويسة جدا واحنا انا اعملنا كبير اوي فعلا ان هو حتى حق الادية اكبر من دي كمان اولا حقيقة طبعا شوت الاول كان هايل جدا وكنا متوقعين ان الماتش ده يعني اي اصر معنا في الفترة الجاية في ماتش جاي احنا لعبنا شوت الاولاني كويس جدا بس صراحة شوت التاني يعني الحمد لله اللي احنا ايه عده معنا كده بس احنا ما كانش الاداء بتاعنا في شوت التاني كان كويس صراحة احنا اتفاجئنا بالاداء بتاعه بمستوى اللعب والحمد لله كسب الماتشو هو كان ماتشو كويس اداء انا حلو اللي اقل بدنا ايه عدشوا في شوت تاني بس الحاجات دي يعني تتتعالج بس احنا ادينا حلوة مخدنا عندنا الشك انها هنانكس انا سات مجدخل الجور واتزاق واتزاق وفرحانا اوي بالنادي بتاعه وانا فخور ان انا من اعضاء النادي الان طبعا الماتش الاهلي كان جميل جدا حلوة اوي اوي بس الشوت الاولاني طبعا الاهلي الحمد لله عمل ماتش كبير جدا وفرحنا وده المتوقع منه شوت التاني معرفش تراجعنا ليه كلماتش حلوة جدا بس كنا محتاجين نكسب اكتر من جون والاهلي كان يستقل يكسب اكتر من من هدف يعني كنا كويسين جدا بس في شوت التاني يعني بلانا نرجع وكده فهم بدلوا يضغطوا كان ممكن يعني يعني يجيبوا فينا جوان وكده بصراحة اه الشوت الاول مستوى عالمي فعلا اه الشوت التاني احنا طبعا في جبنا جون فشوت طبعا بنبقى خايفين يعني بنبقى خايفين ان يحصل في اي رد فعل على طول يدخلوا فينا جون هتبقى مشكلة كبيرة جدا وقعنا فيها الاهلي لعب بتشكيل كويس وبتاكتك كويس الشوت الاول اللعبه على مستوى عالي جدا جدا الشوت التاني في ناس بتقولك احنا كنا بندافع ده مش بندافع ده تاكتك من موسيماني احنا بلعب فرق على ارضها وسط جمهورها برضه الدفع الاقوى اللي هي تكسب النادي الاهلي طيب طبعنا مع كل حضراتكم وجهات نظر واراء عين عشوائية من جبهير النادي الاهلي فيما يتعلق بمباراته السابقة مع فريق الدحين وبالمناسبة جديد بالذكر ان احنا ان شاء الله من هنا لغاية نهاية الحلقة هنستعرض مع حضراتكم مجموعة من الصور الفوتوغرافية اللي لسل وصلنا طازة سخلة من الملعب اللي طبعا هتشوف من ضمن الصور كمان صورة بتجمع بين المدير الفني النادي الاهلي بيتسو موسيماني وهانز فليك المدير الفني الباين ميونيخ اثناء اجراءهم ليه عملية لوتينية كده ان هم بيتفقدوا ارضية الملعب وتفاصيل الملعب اللي ان شاء الله سيشهد المباراة ما بينهم بكرة بإذن الله عودة بقى طبعا ليه زمننا العزيز خالد الاتريبي ايه صور طازة هو عم خالد لسه وصلنا حالة طيب ده بقى بياخدنا خالد ليه مرة تانية لمباراة الغد بطبيعة الحال وناس كتير برضو قاعدة برغم الطمأنينة اللي موجودة نتيجة العناصر والعوامل اللي احنا اتكلمنا فيها لكن برضو القمر لا ياخله من ان ربنا يسلم ربنا يسطر طبعا بس في الاول عايز اقول لك الحساب الرسمي بينقل تصريحات محمد شناوي بينقل تصريحات بيتسو مسماني على صحفي ده برضو اخيرا ده حصل اه حالا نسا انا بس عايز اشوف الناس يعني الاهل يوصل اه وصل فين او وصل مرحلة ايه لما بتكلم على الكلام اللي ما نقول على اه الحساب الرسمي اه ليه بايرن مونخ يعني بيتكلم على اه محمد الشناوي بقول نحن مجهزون ونطلع لمواجهة بايرن نركز فقط على المباراة ونريد اسعاد جماهيرنا طبيعي ان الشناونا ما يتكلم عن عيساج جماهيرنا اكيد بيتكلم عن الفوز اكيد لو بتكلم يوسماني بيتكلم بيقولك اه المباراة صعبة وهتكون مباراة ممتعة انما احنا قادرين على عبورها فلما تلاقي الموديل الفني وكابتن الفريق بيتكلمه على ان انت التارجد بتاعك ان ان انت تعدي من المباراة وان ان انت تكسب فده طموح طبيعي لكل الجماهير الاهلوية ان هم يفكروا ان احنا نكسب بايرن نيرخ ده مش مش شيء مستحيل على فكرة يعني كلمة المستحيل مش اهلاوي اتخلقت ازاي او طلعت ازاي اكيد من المواقف اللي زي كده احنا مش عايزين الناس تقولك انت بتعلي سقف الطموح عند جماهير النادي الاهلي ما هو اصلا جماهير النادي الاهلي طموحها ملوش سقف ان خلى النادي الاهلي في المكانة دي وفي المرتبة دي ان النادي الاهلي وجماهيره طموحهم او عندهم تطلعات ما بتقفش عند اي حد لأ وكلها قابلة للتحقيق يعني ان هي تحفظت لها التحقيق يعني هو اللي خلاك تعمل ده ان النادي الاهلي في مباريات صعبة واصعب ومواقف اصعب انت كنت بتعدي منها وكان في ناس كتب جدا بتراهن انك مش هتكون موجود في المكان ده وبتبقى موجود وبتعدي وانت اللي بتقف تتفرج على كل الناس دي اللي كانت كلها عايزة تتفرج عليك انت اللي بتبقى قاف على القيمة وبتتبص على كل الناس دي بتبقى فرحان وببسوط بالناس ده مش شمتان لان هو ده طبيعتك طول عمرك انت واقف في المكان ده وبتبص على الناس اللي بتحاول تعطلك انت بتبص وبتحاول تخلي الناس دي هي الوقود اللي بيخليك تحرك لقدام عشان كده انت في المكان دي ده مش شعرات بص النهاردة اللي بنقل عنك تصراحات كل وسائل الاعلام العالمية بتنقل تصراحات لعبتك بتنقل تصراحات المجد الفن بتاعك ده من ايه اكيد مش بالكلام اكيد بالشغل اكيد مش بالحكام اكيد مش بالمؤابرات الكونية اكيد بشغل وعرق وجهد وتعب وتنظيم وتخطيط وجماهير كل ده وتموح حقيقي فيعني ده اللي بيخليك في المكان دي عشان كده انت بتقول او الجماهير لازم يكون عندها اليقين ان انت هتقدي هتحاول تكسب لا لا والي وسائل الاعلام خلال الفترة اللي فاتت والنجوم المصرية خلال الفترة اللي فاتت بتقولك ان الاهلي قريب جدا من نموذج باير الميونيخ التخطيط والادارة والعلم والاخذ بالاسباب كل ده على فكرة هم والثقل بالزبط يعني هم الاثنين فرق في إيلة كل واحد في منطقته بص على التقرير وبص على كلام ده سلسية وده سلسية يعني هتلاقي ان طبعا في كل واحد كل في مكانه طبعا في فوارق طبعا في فوارق انما الفوارق دي انت قادر انك تقللها انت قادر انك تتخطاها وفي فرق كتير جدا تخطط الفوارق دي قدام فرق اا اقوى من باير المي على فكرة وقدرت نهاية تكسابها وفي محافل تانية فما فيش حاجة مستمعدة يا طبعا بالنسبة لماتشا بكرة بإذن الرحمن احنا طبعا كلنا بنتمنى ان يكون كل اللعيبة بدون استثناء كلهم فايقين ومصحصحين ولكن بالنسبة لك انت يا خالد مين بصفة خاصة بتتمنى انه فعلا يكون فايق اوي ومصحصح اوي وفي الفورما اوي عشان ده بالذات لما يكون فايق حيفرق معنا كتير مش بالذات اممكن اقولك طبعا اول حاجة محمد الشناوي لان عليه عبق كبير جدا طبعا علشان اه علي معلول لما بيكون فايق بيفرق محمد هاني عليه عبق كبير جدا ان هو يكون جاهز وحاضر وفي جوز ايه مهمة عايز اقول عليها محمد هاني البعض اتكلم على مستوى في المباراة اللي فاتت انا عايز اقول ان اللي حصل مع محمد هاني تقريبا وبدر بنون تقريبا لازم ياخد حقه ده واحد كان بعيد تماما عن فكرة انه يلعب اساسي في المباراة لانه لم يشارك الا في تدريب جماعي اخير قبل المباراة وبالتالي انه يلعب عليه جناح سريع وخطير وانه ما يقدرش انه يعد منه في المرة او اتنين او تلاتة في التوقيت ده وانك تقدر تجاهز هاني ده شيء محترم ويحسب لمحمد هاني اعتقد انه بعد المباراة وبعد الاداء ده وبعد مشاكته في التدريبات الجمعية الفترة اللي فاتت وجهيزيته انه هيكون افضل كتير جدا من المباراة الاولى بدر بنون اللي كان بيلعب وهو المباراة اللي فاتت محدش كان اتكلم كثير على ان بدر بنون كان بيلعب وهو مثلا رابط رجليه تربيطة كده معينة محدش شعر انه هو كان بيلعب يمكن يعتبر بثلاث تربع قويته كاملة لانه كان عنده جزع في الربطة الامامي للكاحل انت بتخلق تشاف ويحسب للجهاز الطبي بالمناسبة انه جاهز لعب وخناب الشكل ده ويحسب لبدر بنون اللي قال لهم انا هلعب باي شكل من الاشكال وكان بيقاتل علشان يتم تجهيزه في الجلسات ويوميا جلسة او كم جلسة عشان يجهز تيد الروح ويحسب كمان لبدر بنون الحقيقة انه من اول لحظة ومن اول مشاركة ليه في اول مباراة مع النادي الاهلي تحول بسرعة البرد الى مصدر للثقة والطمأنين عند جمهين لانه انت جايب لعب خبرات انت جايب لعب واحد من كبات فرقته انت جايب لعب واحد من كبات كان موجود في المتفل طبعا تقوراسي وهادي وبيعرف يطلع بالكرة ازاي معجوش تخفت التطفيش لا 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 خالص يعني من اكتر لعيبة بدقة التمريرات من اكتر لعيبة بدي سقل وبيدي اطمئنان للعيبة بدي اطمئنان للشناوي حاجة كمان برضو لو انتكلم عن لعيبة اللوفاية قال يود يونج عليه دور مهم لو شارك من البداية محمد شريف او ولتر بواليا برضو طبعا ما نساش حسين الشحات نجم المباراة اللي فاتت النجم اللي بيظهر في مباراة قوية جدا وبيقدي وبيكون عند الحص الظن بيه ساعات بيكون في بعض المباريات احنا بنزعل مش علشان ان هو احنا بنزعل علشان او بنقول لا حسين عنده احسن ودايما حسين يكون عنده احسن لان احنا جابين نجم جابين ستار وحنا مستنين ان دايما يكون هو اللي بيشيل الفرقة عشان كده لما كان حاضر وجاهز هو شال فعلا جزء جيد جدا في مباراة الدوحيل عندنا امكانيات تسمح لنا ان احنا نحلم ان انت تقدم مباراة كويسة قدام بايرن ودخل مباراة تليق باسم النادي الاهلي تليق بجماهيرية النادي الاهلي لما في ناس على تويتر بتسأل من جماهير بايرن لما عاملوا متابعة ففي بعض جماهير بايرن بتسأل بتقول ازاي يعني مش عارفين في ناس مش عارفوا حجم الجماهيرية يعني مش عارفين بطبيعة الحال اه فبيسأله بيقوله هو ازاي النادي الاهلي متابعينه اكتر من بايرن يونيخ فيرد عليه حد برضو مش مصري يقوله لا دا النادي الاهلي دا نادئ عظيم تقدر تقارنه بريال مدريد في الشعبية دي حاجات النادي الاهلي اكتسبها على مدار تاريخه برضو هرجع وعيد لك نفس المعادلة او اكيد الناس عرفها اللي هو التعب والمجهود كل ده بيحصل بالضبط كده بالضبط اكبر نادي في العالم مشاركة في البطولة دي طيب انا عايز اسألك برضو فيما يتعلق بقى المراتي بالباير مش النادي الاهلي هل تعتقد ان ممكن يكون فيه مفاجآت جديدة نسبيا بالنسبة لنا كمشاهدين هيحضروا المباراة فيما يتعلق بالباير ولا هينزلوا ويقدوا الاداء الراسي التقيل الدسم المعتاد بتاعنا زي ما بيفترض في النادي الاهلي انه بيقدي مباراة قوية وبيتعامل مع اي مباراة ان هي مباراة بطولة اكيد طالما احنا بنقول النموذج الالماني او النموذج المصري مشابه للنموذج الالماني فطبيعي لازم تكون منتظر انك هتلاقي عبد فريق قوي شرس عايز يخلص المباراة من البداية عايز يسمي تقولك لا انا بطل اوروبا احلم اطمح انما انا دلوقتي لازم على ارض الواقع اعمل ده فطبيعي انك تكون منتظر منه النموذج اللي هو انت اصلا بتحتزي به يعني انت دايما متبص على المدرسة الالمانية وبتحتزي في المدرسة الالمانية فطبيعي انت هو الاصل بقى طبعا انت اصل برضو بس اقصد النموذج اللي انت تحتزي به لا هيقدي وهيقاتل في الملعب ده طبيعي ده المنتظر منه عشان كده المباراة مش سهلة على الفريقين لان اللي اتنين كل واحد عايز يقول ده انا بطل اوروبا وده انا بطل افريقيا كل واحد عايز يقدي اللي بيليق به فبالتالي لا منتظر المباراة قوي جدا من الفريقين وجد نظرك او شايف ان ممكن يبقى زي ما احنا عارفين احنا قلقانين من البايرن في ايه تحديدا تعتقد ان البايرن وجماهيره عندهم برضو نقاط معينة ممكن تبقى قلقاهم من مباراة بكرة مع النادي الاهل هو ممكن يكون الان من التطلع بتاعك يعني ممكن يكون الان منك فريق عايز تحرجه عايز لا ووصلت ان انت تتقابله بالفعل بالضبط ما هو اكيد هو شايف انك وصلت المرحلة دي اكيد انت لازم فريق تقلق منه طبيعي هو طبعا بايرن اي نادي بيلعبه هو المفروض الطبيعي تقلق منه بطبيعي في كل الاوقات انما وجودك في المكان ده لا يخلي اي حد برضو يفكر وانه ما ياخدش المباراة على محمل لها مباراة سهلة يعدي منها وخلاص طب فكرك ان عكاسات وجود كابت المحمود الخطيب بقمته وقمته وتاريخه وشعبيته وجماهريته عالميا بالمناسبة ممكن يعني اعكس ازاي بشكل ايجابي على الروح الموجودة عند اللعبين طبعا وجودك كابت المحمود الخطيب في كل انا انا رفقت بعثة الاهلي في يعني 2009 بمسافر معاهم حضرت محمود اهلي حوالي اربع او خمس سفريات الكابت المحمود الخطيب هو لكان ببقى رئيس البعثة كنت موجود في مونديال اليابان 2012 يعني اعصرت الموضوع ده لا وجودك كابت المحمود الخطيب فارق وبيفرق بشكل كبير جدا اللعيبة بتحس بمستوى الحرس اللي هم موجودين فيه دووقتي يعني هو لو انا من اللعيبة شاف اسطورة موجودة لا اما هو عشان هو اسطورة لبتكلم هل وجوده ممكن يعني يخوف اللعيبة من منطلق المسؤولية ما شخوف هو بس هو بينقلهم قد ايه الحدث الكبير لما رئيس النادي يكون موجود في المكان ده يعني اكيد هو وخب بالك عايز اقولك الحاجة في اه مباريات كتير كانت بتبقى صعبة جدا صعبة جدا يعني مبرازة الهلال السودانية مثلا كان صعب يعني لو خسرت تطلع من بطولة دور الابطال اه تلاقي الكابت المحمود الخطيب هو الليقولك انا رئيس بحثة مع اني الاجواء صعبة والزروف صعبة اه اه ممكن اه يكون حد حتى صحيا افضل من الكابت المحمود الخطيب هو اللي يكون موجود في الظروف اه اه او الاجواء الصعبة دي بتلاقيه هو اللي هو اللي بقولك لا انا لها زي اللي بقولك وتلاقيه هو اللي واقف وهو اللي اللي بتعامل مع الجانب التاني وهو كل حاجة العيبة بتلاقي ان فيه فحلا اه اه رئيس النادي اه هو اللي سيدهم وهو دايما اللي بيظهر في الاوقات الشديدة مش ناس كتير جدا بتحب تظهر في وقت الفرحة وبتدارة وقت الازمات لا بتلاقيه اول واحد بيظهر في الازمات هو الكابت المحمود الخطيب عايز اقولك ان فيه ناس كتير جدا كانت ممكن تظهر فيه بعد مباراة الدحيل انت فريق واصل من نص نهايه اه كاس العالم الان دية اعتقد ان حمل الناس تصريح الكابت المحمود الخطيب لحد دلوقتي يعني اعتقد كان فيه ناس زمانها مالية مالية شاشات وين كنت لقيت له تصريح كنت هتلاقي انه كالعادة من خلاله فيه انكار لذات وايثار للعيدين وهدوء زي ماكا بتشوفوا كده كانت الناس بتهتفلوا في المطار اهتفوا للفريق هو دايما كده كابت بيكون مخطيب وجوده والقيم اللي بيصدرها دي اكيد هي اللي بتوصل للعيبة واكيد هي انه بتخلين يوصلوا لحجم المسؤولية اللي هم وابدين فيه الان من ايه بشكل عام في البطولة دي الان انك اه انك ما تفكش بدل بمعنى انه طبيعي انك بتلاعب بيرن وطبيعي وارد انك اه يجي فيك وارد يجي فيك مثلا هدف مبكر زي ما بيحصل في اي مباراة الان بقى ان الشك يوصل لعيبة الناد الاهلي لازم لعيبة الناد الاهلي تحت اي ظرف النظروف مؤمنين بقدرتهم ان هما في اي وقت من الوقات يرجعوا وعلى النقيب برضو الان انك لما تجيب جون في الاول تتفاجئ ومتحسش انك ده حصل ان ده حصل وبالتالي برضو يفكك بدل عايزك تبقى بتمثل قيمة الناد الاهلي مجرد انك عارف دي كويس لا هتبقى اراضيين ومتزن في الملعب وعارف انت بتقدي ازاي فانا يعني لو حد بيشوفنا منهم اكيد انا بقولك العب لعبك العادي اه العب لعبك اللي بيليق بيك لا اه تتوتر لما تحس انك مضغوط قوي تحس ان اه الفرقة اللي انت بتشوفها في التلفزيون وبتشوفها بترعب باي بترعب ببرشلونة وبترعب بريد وبترعب شبش ملمة ديت قوي يعني وبتلعب اه 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 فرقة كتير اه قدامك ضغطاك عادي جدا انت تعودت على كده في اوقات كتير تعودت على كده وعديت اه يعني في اه في الفين وحداشر تقريبا تقريبا من انتخلني الذاكرة يعني نلعبنا بايرن احنا لعدنا بايرن اه في اه في قطر وخلص اتنين واحد عملنا مباراة عالمية وعلى فكرة سبك من هي ودي ولا مش ودي لأ بايرن كان بلعب مباراة قوية انك تحاضر برضو معاهم هناك المباراة كانت قوية جدا وما نقول جزي ساعتها الموديل الفني كان زعلان ان احنا اخسرنا المطش وان احنا كلينا جلبة في المباراة في يعني نقدر يعني واحنا بنتكلم انا وانت خالد اهو شايتين معاك لقطات حية لطبيس الفريق النادي الاهلي اثناء عودته من التمرين وملعب المباراة ولحظة بلحظة احنا طبعا اكيد بنتابع مع حضراتكم مش بس من خلال عشرة الصبح في الاهلي لا من خلال كل برامج قناة الاهلي بنتابع مع كل حضراتكم لحظة بلحظة كل ما يتعلق بفرقتنا ومرحلة ما قبل مباراة الغد المباراة المرتقبة ان شاء الله بين الاهلي وبين بايرن ميونيخ طبعا يعني انا انا يعني ما كنتش حابب قوي ارجع للنقطة دي يا خالد بس برضو ايه معلش سامحني هنرجع لها وبعد كنت نعود من جديد للحديد عن بايرن ميونيخ كيف رأيت تصريحات مهاجم الدحيل معزة علي تجاه النادي الاهلي بعد بص هولك الحاجة ثقافة لعب الكورة بتفرق كثير جدا بتفرق كثير جدا يعني انا ممكن اقول تصريح يقدل نفس المعنى بس يكون تصريح اه اه منمك ومحترم بمعنى ايه انا عارف ان المعز يقصد ان احنا خفنا زيادة عن اللزوم من الاهلي في الشوطر انا مبقى انا مبقى وش انا ممكن المستوى الثقافي اه ممكن يكون التعليم بتاعه ما كانش كويس ممكن يكون عنده حاجات كتير جدا قدته ان هو يوصل للمستوى اه المتدني فكريا اه بهذا الشكل هو بالمناسبة انا بقول مهتدني فكريا انا برأي الفاظ يعني انا عارف اه 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 لا هو اه خانوا التعبير في فكرة اه اه على فكرة لو احنا حسبناها كورة حقيقي اه اه الدحيل كان مرعوب من النادي الاهلي وده اللي يقولك هو قد ايه كانوا تحت الكورة اه تحت نص الملعب عندهم بتاعهم خايفين انهم يتقدموا من قول هجومية النادي الاهلي فلما في الشوت التاني بدأوا بقى خلاص يلعبوا معكش فيه حاجة يخسروها يخسروها فبدأ يجريك فهو حس ان هو عايز يقول كلمة طبعا اه خانوا التعبير اه اه حاجة اه مش لطيفة وخلت الناس كلها تتدايق والناس كلها تعلق على التصديق هو مش المفروض في حالة الفرق الكبيرة يكون في حتى في حال عدم موجود متحدث رسمي بس على الان يكون في حد متولي مسؤولية لب حد من اللعيبة عنده مؤتمر صحفي يقول ايه وما يقولش ايه ولو حيجي يقول حاجة يقولها ازاي بالنفروض في الفرق الاحترافية الفرق اللي لها باعة طويل طبعا احنا نقول من الحل انما برضو مهما كان التنسيق زي ما بقولك ان المستوى الثقافي اللي لعب الكرة بيفرق وبين اوي المستوى بتاع معزن هو اه لا مفيش خالص يعني اللي مر بالنسبة له حتى مش عارف يفرق ما بين انه يتكلم كرة وبين انه يدي الفرق اللي قدامه احترامه هو اصلا الناد الاهلي مش مستني حد ان يدي الاحترامه الناد الاهلي احترامه بيفرض على اي حد حتى على منافسينه انه في النهاية انت بتتكلم وتقول انه انه واكيد هو اتعلم من من حاجة ازا كده او اكيد طبعا اكيد يعني افعال واسعة جدا اكيد طبعا اكيد بمناسبة من مصر ومن براها على فكرة لازم هو اي حد بيحترم كرة القدم وبيحترم الاخلاق حتى لازم يعني لازم يتكلم كده لازم ينتقب تصرحاته لان انت صرحاته كان فيها اه انتقاد وكان فيها تقليل غير مبرر اه لالناد الاهلي رجوعا للنادي الاهلي هل هل انت شايف ان النادي الاهلي بيتقلق بشكل استثنائي اه مع درجة اهمية المباريات اللي بياخدها بمعنى يعني ماكون الاهلي بيلعب فريق زي باير ميونيخ ممكن نشوف منه اداء استثنائي هو قادر عليه ولكن يعني ايه ما بنشوفوش غير في المحافل اللي من النوع ده يعني بالبلد دي كده هل الاهلي في الدوري وفي الكاس المصري وضع وفي البطولات العالمية وضع تاني اخدم بالاعتبار بانه هما نفس اللعيبة ونفس الجهاز الفني ولا الدنيا بتمشي ازاي يعني مش للدرجة بس هو طبعا اه فيه لعيبة بتحس ان هو اقولك انا بلعب على قد المطش يعني حتى وده لما بيكون حتى بيستناء اه مباراة بعديها قوية فيقولك انا العب لعب استهلاكي ان هو هيكسب لي وخلاص علشان افكر في المطش اللي بعدين انما طبعا لما بتحس اي حد اه ما بيحس ان في الملاعب اللي موجودة كده في التصوير اللي بيشتك ده بطولة عالمية العالم كله بيتفرج عليها اه فيه ناس لو اه عندها الانكانيات خمسين في المية في المباراة الاذا كنا تبقى مية في المية ده طبيعي اه اه حتى اه 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 كنت مجمع نتعب ولعيبة اتكلمت على فكرة انت اه لا الشغور مختلف شغور اه بطولة بنظامها الفيفا اه اه كل الحاجات اللي حواليك اه اه بتقول لك لا في اه في اجواء مختلفة طبعا مش هنقفل مسابقة محلية في طبيعي انك تنتظر اه تنتظر اداء غير وخاصة ان بقى لكم قدام فريق عالمي زي البار لأ هبقى غير وتمنى ان يظهر ده ده من دون بار ان شاء الله ربنا يستهل حقل طيب احنا هنستأثلك هنطلع برضو فاصل سريع ونرجع برضه تاني نكمل كلام نتفضل اهلا من كل حضراتكم من جديد قبل ما نروح ونكمل كلامنا مع زميلنا العزيز خاند الاتريبي هنروح لزميلنا العزيز ومفادنا الى كاس العالم للاندية الزميل امير هشام عشان نعرف منه بقى الكواليس هناك عاملة ازاي يا امير صباح الفل عليك صباح الفل عليك يا كريم تحياتي لك وتحياتي لكل مشاهدي ومتابعك نقط الاهلي في كل مكان وتحياتي لصديق العزيز خاند الاتريبي انا وصديقك العزيز خاند الاتريبي ومعانا امة لا اله الا الله عايزينك تطمننا على الاجواء والكواليس عندك عاملة ازاي وطبعا الكلام لازم يشمل الحالة النفسية والمعنوية وبرضو لو هتحب تتطرق معانا كده للقاء والصورة اللي احنا شفناها من دقائق ماضية اللقاء ريتسو موسماني وهانس فليك المدير الفني الباير ميونت تفضل يا امير بزبط يعني خليني اقولك ان الاجواء اكثر من رائعة في الحقيقة هنا في المونديال وقبل يعني 24 ساعة تحديدة من مباراة الاهلي وبايرن هذه المباراة المرتقبة اللي بينتظرها الملايين والملايين من متابع الكرة العالمية وبالتحديد الاهلوية في كل مكان مباراة على المستوى الرسمي مع فريق اوروبي حاجة كانت منتظرة وحاجة ما حصلتش تريبا قبل كده ان فريق مصري لاعب فريق اوروبي في بطولة عالمية وبطولة معتمدة من الاتحاد الدولي لكرة القدم فهو في حد ذاته ده حدث مهم جدا بالنسبة لنا كلنا بنعيش اجواء اقصى من رائعة هنا في المونديال لكن في كل الاحوال ان شاء الله الاهلي يكون موفق في هذه المباراة الاهلي فريق كبير وتاريخ عظيم بكل تأكيد واسمه يكفي لكن عندنا كمان لعيبة رجالة بإذن الله يقدروا يسعدوا جمهيري النادي الاهلي من خلال مواجهة تكون قوية وأداء يكون مميز بإذن الله في هذه المباراة لكن خلينا أقول لك كل الأجواء اللي بتتعلق برحلة النادي الاهلي هنا تحديدا وقبل مباراة البايرت النهاردة البرنامج كان مليء وجدول النادي الاهلي كان مزدحم بخصوص بعض الموعيد الهمة بتحديد منذ بداية هذا اليوم كان فيه الاجتماع الفني الخاص بالمباراة واللي خلاص تم الاستقرار عليه بشكل رسمي على كل النوان التي تتعلق جمهورات الغد كان اجتماع فني ما بين مسؤولي الأهلي ومسؤولي البايرتن ومسؤولي التحدي الدولي تم الاستقرار للأهلي خلاص بشكل رسمي حيلبس الزي الأحمر والتشيرت أحمر الشورت هيكون أسود والشراب هيكون أحمر في المقابل فريق البايرن حيلبس أبيض فبيض فبيض المباراة تعتبر هي مباراة اللي النادي الأهلي هو الفريق A في هذه المباراة محمد الشيناوي حيلبس الزي الأصفر بالكامل تم الاتفاقة كمان على وصول النادي الأهلي لملعب المباراة بالتحديد قبل انطلاق المباراة بساعة ونصف تم تحديد الأماكن الخاصة بالجهاز الفني وبالعبين وأيضا ببعثة النادي الأهلي اللي هتحضر هذه المباراة نفس الكلام بالنسبة للفريق بايرن ميونيخ خليني كمان أكلمك على ما بعد الاجتماع الفني ووصول أعضاء الجهاز الفني بالكامل ومعهم كمان محمد الشيناوي لأستاذ أحمد بن علي وهو الملعب الحصدي في هذه المباراة أعتقد الصور عندك يا كريم دولئتي أو اللقطات حاجة أكثر من رائعة ملعب ممتاز جدا جدا من أفضل الملعب بالمناسبة هنا في المنديال نلعب حديث تم إنشاءه تقريبا من ستة أو تمن شهور بالزبط وتلعب عليه مطشين بس الحد دلوقتي هيتلعب عليه النهاردة مطش كمان ما بين السد وأولسن هونداي على المركز الخامس والسادس وحيبقى عليه كمان مباراة الغد ما بين الأهلي والبايرت لأن طبعات كانت أكثر من رائعة على الملعب بخصوص مستر بيتسو موسيماني اللي كان كمان عنده مؤتمر صحفي هو محمد الشيناوي كابتن فريق النادي الأهلي وكان ليه متصرحات في الحقيقة ومدى حجم البايرت ومدى حجم النادي الأهلي كمان لأن دو نقطة لازم نركز عليها في الحقيقة النادي الأهلي نادي كبير وعريك بكل تأكيد وتاريخه يعني حافل بالألقاب والإنجازات والمباراة الرائعة في كل الأحوال انتبعات موسيماني على الملعب كانت مميزة جدا لكن خلينا أقول لك أن يعني وإحنا خلاص بنمشي من الملعب كان بيحضر أو كان بيوصل هانز فليك المدير الفني طبعا للبايرت والتقل بعض الصور مع مستر بيتسو موسيماني وكان في حديث كده ودي ما بينهم يعني كل واحد فيهم تمنى التوفيق للآخر إن شاء الله التوفيق يكون لمستر بيتسو موسيماني والنادي الأهلي في هذه الموراة كمان كان متواجد معه كيمتش أحد أبرز نجوم فريق البايرت واللي كان أيضا عنده مؤتمر صحفي وكان فيه بعض أعضاء الجهاز فني من فريق بايرت ميونيخ أجواء كانت مميزة والأمور كانت جيدة في الحقيقة النهاردة إلا هيحصل على ما تبقى من هذا اليوم أو على مدار اليوم هيكون طبعا فيه بخلاف واجبات اللعابين والموعيد والبرامج الطبعية بالنسبة للفريق هيكون فيه محاضرة مهمة أول مستر بيتسو موسيماني قبل المران المران بالتحديد هيكون فيه تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت المونديال وهو نفس معاد المبارات غدا بإذن الله فبالتالي المحاضرة هتكون الساعة تمانية بالضبط مستر بيتسو موسيماني هتخلص المحاضرة يتحرك الفريق مباشرة لملاعب التدريبات الأهلي مش هتمرن على أستاذ أحمد بن علي الأهلي هتمرن على ملاعبه الطبعية جدا ويخلص كل تدريبه النهاردة وحيكون فيه بعض النقاط المهمة جدا الأكيد هيكلم عنها مستر بيتسو موسيماني المران بقى هيشمل فقرات أكيد مهمة لكن مش هيكون مران بدني إطلاقا أو خلاص كل اللعبين في حالة بدنية جيدة مران هيكون في بعض التعليمات بعض التجارب الترتيكية من مستر بيتسو موسيماني ده اللي هنتبه هنشوفه على مدار اليوم خليني أكد لك برضو يا كريم أن الإجراءات الاحترازية متواصلة بالشكل قوي جدا جدا ويعني ما فيش هزار في الجزئية دي وإحنا داخل فقاعة طبية طبعا هنا في المونديال بنتحرك بشكل محدد كبعسة بالكامل مع فريق في موقف محدد للكل فبالتالي من ضمن الأمور الهمة اللي لفت من نظرنا واللي بتحصل في هذه اللحظات وهتشوف اللقطات ليها بعد شوية يعني مثلا الأهل ليه أوتوبسين هنا يعني خاصين بالجهاز الفني واللعبين ما ينفعش الأكتوبسات تحت النادي الأهلي تخرج بره عشان مثلا تزود وقود لا الوقود هو اللي بيجي للأكتوبسات هنا عربية الوقود في الحقيقة هي اللي جات ودخلت عند أكتوبسات النادي الأهلي عشان تمول أكتوبسات النادي الأهلي أو تزودها بالوقود وده يعني أمر مهم جدا جدا كان لازم يعني أركز عليه لأن عايز أأكد على مدى الإجراءات الاحترازية والطبية المشددة داخل فقاعة بعثة النادي الأهلي أمور في الحقيقة كلها منظمة وأمور جيدة ويعني ده أبرز حاجة حصلت دلوقتي وأنا بتكلم معاك يعني على الهوى كده يا كريم لكن في كل أحوال إن شاء الله الأهلي يكون موفق في مباراة الغد وإن شاء الله بإذن الله الأهلي يسعد جماهيره بإذن الله تعالى وإن شاء الله بإذن الله الأهلي يسعد جماهيره بإذن الله تعالى لو فيها استفسار أنا معاك أتفضل ربنا يا خليك إن شاء الله يكون النصر حلفنا وكالعادة أمير أنت مش بتديني أي فرصة لأي يعني أي مزيد من الأسئلة لبسم الله ما شاء الله عليك أنت بتغطي كل النقاط بما فيها كمان التفصيلة الأخيرة دي فعلا بتأكد أن إلى أي درجة فعلا فيه إجراءات احترازية صارمة صارمة وبنتمنى طبعا السلامة لفريق النادي الاهلي وكل الفرق المشاركة عندك اي سؤال خالد لزميننا امير قبل ما نشكره لا احنا بنتمدل التوفيق بس اللي ان شاء الله بكرة بازن الله وان شاء الله بازن الله يعني امير ينقل لنا بكرة رسالة بعد الفوز على برد يا رب ان شاء الله امير احنا بنشكرك شكرا جزيلا بنتمدل لك كل التوفيق شكرا جزيلا نورتنا واسعبتنا الدنيا بتسيطر احنا بنشكرك يا امير شكرا جزيلا فقاع فقاع طبعا اي حاجة بينظمها الفيفا فياش اي مساحة ليس صغرات فيش فيش عشان كان فيه ناس بتسأل حتى على مين راح البعثة او مين ممنوع او مين مفيش مفيش ده نظام صار وحازم شكل لا يتخيله احد لان البطولات اصلا بتقام فيه ظروف استثنائية ظروف صعبة انت بتكلم على وباء بكتاح العالم فعدنا فترة طويلة من الاغلاق فمش عايز تخلي اي حاجة تبواز لك اي بطولة تبواز لك اي فعلية وبالتالي مش هيسمحوا باي حاجة من او اي حاجة اي خروج عن نظام فبالتالي ده طبيعي انه يحصل هناك خلينا سألك يعني اخر سؤال بقى لان احنا خلاص وقتنا بيوسك على الانتهاء خالد احنا كجماهير النادي الاهلي يعني عندنا شيء من الطمع المشروع انجاز التعبير وفي نفس الوقت معانا فريق ولعيبة مساعديننا على الطمع ده هي بعيدة اوي عندنا ان احنا نحصل على كاس العالم للانتهاء يعني مستحيلة او ان فريق النادي الاهلي يرجعوا معا كاس العالم للانتهاء مش مستحيل ولا حاجة بس زي ما تعود النادي الاهلي بيبص لكل مرحلة على قد اللي فيها بالظبط المتش بمتش احنا دلوقتي بنفكر في بايرن ينخب الزبط طبعا لما تكسب بايرن طبيعي انك تفكر في انك تاخد كاس العالم والدرجة الناس ممكن تزعل بعد ان تكسب بايرن وما تخدش كاس طبعا يعني ده انا كسبت بعبع العالم كله مش بعبع اربا بس لما خلينا على انت ازاي هتعدي بنا وازاي هتوصل للمرحلة دي ثم بقى نتكلم على كاس العالم وعن المجد وعن ازاي الاهلي وصل من المنطقة دي عايز اقولك ان حتى الاهلي في اللايحة بتاعته لللعيبة عامل كل مش مفاجئة عامل كل توقيتاته هتتعامل ازاي مع اللعيبة لو خدوا حتى كاس العالم فالاهلي وعلى فكرة كابتن محود وخطيب قبل كده قال من ضمن اهدافنا ان احنا نتوب بكاس العالم الانديا في وقت من الاول سواء دلوقتي او بعدين يكفي ان انت كادارة حاطت ضمن التارجة والنقاط ضمن الخطط بتاعتك ان انا هبقى بطل العالم ربنا يستح الحال وربنا يوعدنا ان شاء الله وكلنا امل بازل الله في مباراة الغد بكرا ان شاء الله نسعد كلنا باداء قوي والرجول المعتادة اللي تعودنا طبعا عليها من خلال كل العيب في النادي الاهلي بتتمنى لهم كل التوفيق في مباراة الغد ان شاء الله انا بشكرك يا خاند شكرا جزيلا شكرا جزيلا على وجودك معنا في حلقة النهاردة كالعادة نورتنا الكثير من النقاط اللي يمكن مش كل العيون بتروح لها ده انا بشكرنا موجود قناة الاهلي ومعاك كريم نورتني وشرفتني مشكرك شكرا جزيلا واكيد كل الشكر موصول لكل حضراتكم مشاهدي قناة النادي الاهلي في كل مكان ما تنسوش بكرا بإذن الرحمن قبل دلوقتي بساعتين يتجدد اللقاء وحلقة جديدة وعشر الصبح في الان